بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى قالي وصحبي يا جمعين الله معلمنا ما ينفعنا ونفعنا ما علامتنا وزدنا عدنا. عرفكم بنفسي انا اخوكم الكبير دكتور يوسف مصطفى. اه خريج دفعة الفين تلاتة وعشرين. اه حابب الاول بس اه علشان ده اول تعامل ما بيننا. ان شاء الله يكون ما بيننا تعامل كتير خلال الفترة اللي جاية كلها وانتو في الكلية. خصوصا في السنوات الاكلينيكية. ولكن حابب بس ايه اه اديكم كده او اعرفكم احنا مين او اعرفكم ايه هي ايه اس ام واينز. ايه اس ام واينز ديت تيم اتعمل واحنا في سنة ثالثة واحنا في سنة ثالثة ده كانت بداية التصادم ما بيننا وما بين المواد الاكلينيكية. تمام? والكلينيكا الاجزاء اللي فيها اه اه مواد بطنية وجراحية. تمام? من هنا نشأت فكرة الفكرة ديت انه ليه احنا ما نوفرش لنفسنا شرح? ليه احنا ما نوفرش لنفسنا كتب? بما ان ان في مسلا نقص فيه الشرح للمواد بتاعتنا اللي هي اه طب اسكندرية. ليه ما نساعدش بعض? ليه ان احنا ما نعملش اه قناة خاصة بينا القناة ديات اللي عنده معلومة اللي درس اه وتعف اه محاضرة معينة وجمع فيها معلومات. يبدأ ان هو يشرح حالة طالبة فبالتالي يوفر على الناس التانية. تمام? من هنا بدأت الفكرة. وبدأت اه وجود قناة في الاول كانت فيديوهات بس فيديوهات شرح. بدأنا فيها شرح الانفكشن. بدأنا فيها شرح المواد الكلينيكية كلها بطنة وجراحة. وسنة رابعة شرحنا فيها اه الكارديولوجي والنيورولوجي. هتلاقي كمان في سنة خمسة في حاجات نسا نزلت واطفال. واحدة واحدة بدأنا نكبر نكبر لحد ما عملنا الايه القناة اللي اه كلها ايه كلها شروحات ليه المواد الكلينيكية كلها. طيب. بعد كده بدأ يبقى فيه كتب. بدأ يبقى فيه كتب. بدأ يبقى فيه جزء من التيم يشتغل على الكتب لان الكونتينت اصلا في في البطنة والجراحة ما كانش فيه كتب. ما كانش فيه كتب خاصة بينا يعني. فبالتالي بدأنا نجمع احنا كلام الدكاترة بدأنا نجمع بتاعتهم بدأنا ان احنا نعمل لنا المنهج اللي بنذكر منه. طبعا? ايه دي فكرة? ان شاء الله ان شاء الله هيبقى فيه تواصل ما بيننا كتير معايا انا بالذات يعني ان شاء الله لان في الفترات اللي هتبدأوا فيها آآ جزء الكلينيكل هتلاقي ان شاء الله فيه القناة بتاعة اللي هتلاقي برضو موجودة من ضمن البلايليست الموجودة فيه قناة اسم ماينز هتلاقي فيها شرحات بطنة هتلاقي فيها شرحات جراحة هتلاقي فيها انفكشن هتلاقي فيها آآ نسا اطفال هتلاقي فيها حاجات كتير. الفترة اللي فاتت دي كلها خلال التلات سنين جزء الكلينيكل او الامواد الاكلينيكية يعني نقدر نقول ان هو قتل بحثا يعني ان احنا اشتغلنا فيه بما فيه الكفاية ولسه مكملين. وحاليا بدأنا ان احنا نوجه مجهوداتنا وانظرنا على فكرة الايه الاكاديمي. واول حاجة وجهتنا او لان ان الطلبة محتاجينها هي زي ايه زي اللي هو هيكون عندكو آآ امتحان قريب فيه. فان شاء الله في الفترات اللي جاية هتبدأوا ان انتو تتواصلوا مع آآ التيم آآ عن طريق ان انتو ان شاء الله تخشوا القناة آآ اللي هحطو لكم اللينك بتاعها في الدسكريبشن تمام آآ من هنا هتبدأوا ان انتو مسلا ايه تشوفوا ايه اللي ناقسكو ايه المواد اللي محتاجة ايه تتشرح ايه المواد اللي هي مستعصية ايه مراجعات اي حاجة والكلام دوت بيوصل على طول للتيم والتيم بنشوف مين يقدر ان هو يوفر شرح ليه الجزء ده وتشرحه. كمان لو حد منكم حابب يتبرع او ان هو عنده مسلا ملكة ان هو يقدر يشرح آآ بيحب يشرح آآ حابب يدي الطلبة آآ صحابه معلومة ممكن ان هو كمان يشترك في التيم ويبدأ يساعدنا تمام طيب احنا النهاردة هنشرح ان شاء الله هنشرح مراجعة كاملة لامتحان بتاعي بتاعكم اللي هو يعتبر الحاجة المصغرة لامتحان الاوسكي اللي هيقبأ بعد كده بتمتحانه في الكليميكل اللي هو ببساطة شديدة بيبقى وجود دكتور وانت وتبدأ تعمل حاجات معينة بتكنيك معين مظبوطة عشان تاخد عليه الدرجة هو بيبقى فيه تشيكليست والدكتور يقيمك عليه الجزء السكيل لاب ده جزء سهل جدا 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 وبسيط جدا 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 تمام هنبسطه على قد ما نقدر السكيل لاب مذاكرته حاجتين او الاوسكي عموما مذاكرته حاجتين خمسين في المية حضرتك لازم تقبأ مذاكر نظري كويس مذاكر الكنتنت العلمي كويس فاهم كويس وده اللي احنا هنجتمي بيه في الفيديو ده طيب الجزء التاني ان انت بتعرف تشتغل بايه دك ده بيمسي الخمسين في المية لازم انك تعمل التكنيك مزبوطة وده عشيون في المية منه او تятиين في المية منه هنهتم بيه في الفيديو دوت وهنقولك ازاي تعمل التكنيك بتاع الحاجات مزبوطة او ازاي ان انت ت ë Taj Da being patient كويس والجزء التاني اللي هو بقى انك تشوف بعينك تشوف بعينك الحاجة بتتعمل ازاي هتلاقي في نفس البليلس اللي فيها الفيديو ده هتلاقي فيه فيديوهات كده مصورة ليه الحاجات دي بيتعامل ازاي? فحضرتك تسمع مني الشرح النظري. بعد كده تبدأ تتوجه ليه الفيديوهات اللي فيها التكنيك بيتعامل ازاي? بعد كده يتبقى اخر 10% ودول اهم 10% من غيرهم. كل اللي فات ده يوع وهو ان انت تجرب بنفسك. تجيب صاحبك تجرب عليه. تجيب باباك تجرب عليه. تجيب مامتك تجيب اخوك تجيب اي حد من العيلة وتجرب عليه. انا اعرف كمان شوية ان احنا هناخد حاجة اسمها من ضمنها الى الى اخيره. كل دوت لازم ان انت تعمله بنفسك. لو فضلت اتزاكل من هنا للسنة الجاية. من غير ما تجرب بيدك مش هتعرف ان انت اه دوقت الامتحان اه تشتغل كويس. تمام? الورق كمان اللي هنشرح منه هتلاقيه موجود في الديسكريبشن وهتلاقيه برضو موجود في القناة بتاعتنا. هتخش على طول على الانتك هتلاقيه. تمام? اه اتمنى ان شاء الله ان ما بقاش بطول عليكم وان ايه بل شرح يسالس وبسيط. الشرح المنهج كله بتاعكم ان شاء الله مش هياخد اكتر من ساعة ونصف ساعتين بالكتير قوي يعني اذا كده يبقى طولنا. وهم فعلا كله على بعضه ساعتين زمن وتكون ايه مفنشوا بازن الله. طيب احنا عندنا ايه? عندنا تقريبا خمسة طوبيكس. عندنا الهند هيجين. عندنا آآ عندنا آآ الراديولوجي. وعندنا الشيست اسكالتيشن والهارت اسكالتيشن. وعندنا الهيستوري تيكينج. تمام? اكتر حاجة مهمة ليك كدكتور في القصة دي كلها الهيستوري تيكينج والبيتال ساينز. ثم يليهم الشيست والهارت اسكالتيشن. طبعا طبعا الاساس الهند هيجين هو حاجة بسيطة خالص يعني مش قصة مش هتكلم فيها طويل. صحوة عند كده الراديولوجي دوت هو بس جزء يعني حفظه بس مفوش فاهمه خالص يعني. هو بس عشان تجيب درجات وخلاص. ولكن اللي هيفضل مكمن معاك لحد ما تيجي تتخرج. وحتى في الامتياز هما الاتنين دول. الفايتال ساينز والهيستوري تيكينج. الفايتال ساينز. مفيش غيره. تمام? طيب هنبدأ نسمي الله ونبدأ نخش في الايد في الشراء. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة عندنا هي الهاند هاجين. وهو اسهل حاجة يعني في الايه? في المحتوى كل. هو بيقول لي ان الهاند هاجيني زا هو اسهل حاجة. وابسط حاجة. عشان احمي مين? عشان احمي البيشنت. دي اول حاجة احمي البيشنت بتوعي كلهم المرضى. احمي الناس اللي شغالين في المستشفى. واحمي الزوار بدل ما يجي زاير سليم وبعد كده كان عندي مريض واحدة بصة بقى عندي خمسة. لا فانا بحميهم كلهم. دي اول نقطة. النقطة التانية هو الهاند هاجين ده فايدته ايه? يعني ايه الاساس بتاعه? الاساس بتاعه انه هو يعني ايه يعني التلوث على التوازي. يعني ان البيشنت ده ينقل المرض اللي عنده للبيشنت اللي جنبه. بتوين البيشنت. بتوين الايه? البيشنت وبين بعض. تمام المرضى وبين بعض. لما بيستقبلوا دي حاجة. الحاجة تانية ان انا احمي البيئة بتاعة المستشفى. احمي السراير. احمي الادوات اللي انا بستخدمها. السرنجات. الجلفزات. كل ديت الانفايرومنت دي كلها. محتاج ان انا احميها من الايه? من التلوث. طيب. لو انا لو انا اهتمت بالهندا هيجين كويس. ده هيحسن من النظافة بتاعة الهوزبتال. وبالتالي هيديكريز الترانسميشن بنسبة اربعين في المية في العنابر في الوردس. وبنسبة ستين في المية في في العناية المركزة. تمام? يبا دي نسبة مش ضئيلة. يبا انا ما قلل الاربعين في المية. او ستين في المية. يبا انا كده قللت مخاطر كتيرة جدا. كله بسبب ان انا حطيت ومشيته في الناس كلها ان يا جماعة نفس اليدنا. بس. تمام? طيب. محتاج بقى ايه? محتاج الهندا هجين ده محتاج شوية كده متطلبات بسيطة خالص. ومحتاج ايه? التكنيك معين هنعرفه بالوقت. ببساطة شديدة. محتاج ايه? محتاج حوض. محتاج مية نظيفة. محتاج سابونة او كحول. ده ببساطة. وخلي بالك انا ممكن بقولها كده وانت بتسمحها مني بتتريق. اه ما كل الدنيا فيها حوض وكل الدنيا فيها مية نظيفة. خلي بالك ديت حاجات من نعم ربنا علينا احنا مش وغدين بالنا منها. مش كل المستشفيات اللي في الدنيا فيها حوض. مش كل المستشفيات اللي في الدنيا فيها مية نظيفة. تمام? فوجود حتى الحاجات البيزيك ديت لازم نحمد ربنا عليها وان احنا نستعملها علشان نحمي نفسنا ونحمي المرضى بتوع تمام طيب الهاندهيجين ده عبارة عن ايه عبارة عن ايه ان احنا دلوقتي المفروض اشوف كل واحد مسؤول عن ايه والمفروض يعمل ايه يعني كل واحد في في الهوصبيتال في الافعية مؤسسة المفروض ايه المطلوب منه تجاه الهاندهيجين اولا على مستوى الاشخاص الانديفيدولز كلهم كلهم مطلوب منهم انه هما يعملوا هاندهيجين كل الكل كل التريني كل اللي هما بيشتغلوا يعني في المستشفى سواء كانوا ده كاترة او لا كل الفيزيتورز لازم لازم يبقى ايه يبقى عندهم فكر الهاندهيجين دي اول نقطة طيب بالنسبة للمانجرز المفروض يعملوا ايه لازم يعني ايه يعني يوفر في المؤسسة اللي هو فيها الميا النضيفة والكحول والصابون والحوض او الحمامات يعني تمام اكرم كم الله طيب ان الناس مع توفر هذه المتطلبات بيروحوا هما يعملوا الهاندهيجين يبقى متأكد ان الناس ديت اه كل واحد بيبراكتس الهاندهيجين كويس دي معنى تمام ان هو ايه بيمتثل او ان هو بيعمل الحاجة ديت مظبوطة او ان هو ايه مواظب عليها ثم بعد كده ده مسؤول على ان هو يعمل ايه تمام فالمفروض منه يعمل ايه مفروض منه يعلي الاويرنس التوعية بتاعت الهاندهيجين يعني يحط سياسات ويتبحة اه اه ليها علاقة بالهاندهيجين واخيرا يبرفورم لوكال اودت ده قصة طويلة ده عبارة عن مجموعة من الابحاث والدراسات ان هما بيدوروا بيشوفوا مسلا نشوف مجيب مجموعة من الناس مسلا اه ما بيعملوش هاندهيجين ومجموعة تانية بيعملو هاندهيجين ونبدأ نعمل دراسات عن ان دول اتأثروا اكتر من دول في ايه وبالتالي ننشر الدراسات ديت فبالتالي ده يأكد لنا ان الهاندهيجين حاجة ايه حاجة مهمة ضرورية فيخلي الناس تتأثر اه لما يلاقي مسلا ان مجموعة من الناس الحمد لله يا ربنا حماهم من امراض معينة بسبب الهاندهيجين فيبدأ الناس اه يزيد التوعية عندهم ويقول لك اه لا انا لازم ايه اهتم بالنظار تمام طيب عندنا خمسة خطوات الخمس خطوات دول هما اللي بيحصل فيهم اللي بيحصل فيهم انتقال الارجانيزم البكتيريه والفيروس من مكان لما كان اول هو اصلا وجود الارجانيزم ده معان موجود الارجانيزم دوت على اللي هو يهه المريض ووجود على الاسكن وجوده على اللبس بتاعه وجوده على السرير ده اول حاجة يا بدي ايه اول تب طيب وجود lora بقى ينتقل للستيب اللي بعد كده من للدكتور. تمام? عن طريق ايه? عن طريق عن طريق الملمسة. ثم بعد كده رقم تلاتة اللي هو الايه? ان الارجنزم ده يفضل عايش. وهنا بقى اللي المفروض يتدخل فيها قصة الهندهايجين. ان انا اوقت كده كده غزبا عني هتنتقل من للدكتور. كده كده. تمام? فلازم بقى عند استيب رقم تلاتة ما يبقاش فيه لازم تموت. لازم انتهي منها. طب انتهي منها ازاي? انتهي منها من عن طريق ان انا بعمل للهندهايجين. طب لو انا ما عملتش وعملت التكنيك المزبوط بتاع الهندهايجين. هتلأسف هخش فيه اللي هي الايه? يعني انا بخسر لي ايه كلام. مش مزبوط. تمام? فبالتالي زلك اني تفضل البكتيريا وتفضل الارجنزم موجودة على ايدي عادي معين انا رسلت ايدي. يعني ظاهريا هي ايدي ايه? نضيفة. فبالتالي هخش فيه رقم خمسة اللي هو ايه? يجي الدكتور يلمس تاني فيقوم نقله البكتيريا من بيشنت ايه? لبيشنت بي. اللي ده ايه? ده الكونتامينيشن. يبقى الكونتامينيشن خمسة بروسس. وجود الارجنزم انتقال الارجنزم من البيشنت للدكتور. الدكتور البكتيريا بدأت رقم تلاتة. البكتيريا بدأت تنمو على ايده. ثم بعد ذلك رقم اربعة ما عملش اه هاند هايجين كويس. فبالتالي البكتيريا فضت موجودة فراحت رقم خمسة انها تنتقد من البيشنت الاولاني البيشنت التالي. وبالتالي بقى عندي بدل ما واحد مسلا عنده نومونيا. عنده مثلا في اللانج. بقى عندي اتنين. تمام? فدي بتاعت ايه? طيب. مين اه المفروض يعمل هاند هايجين? اظن السؤال ده جاوبناه خلاص كل الناس. طيب. الجزء ده يعني يقول لك الدكتور هو احنا يعني ماشي يعني هنعمل هاند هايجين. نعملو امتى? نعملو امتى? اتنين بفور واتنين افطر. يعني اتنين بفور. يعني اتنين قبل ما تلمس العيان. وقبل ما تلمس حاجات العيان. يبقى بفور بفور تاتش البوشلت. وكمان بفور انك تلمس اي حاجة ايه علاقة بالعيان. وخصوصا بفور بفور انك تعمل اي حاجة فيها يعني مسلا. الطلب مني ان انا اركب للعيان ده اسطر. او الطلب مني ان انا ااخد من العيان ده وتعين الدم. يبقى لازم قبل ما اروح اعمل هذه العملية لازم اكون عملت ايه فاتنين واتنين افطر اه سوري وتلاتة افطر ايه التلاتة الافطر اكيد بعد ملمس العيان ماشي يبقى بعد ملمس حاجة العيان برضو بعد ملمس اي حاجة ليه علاقة بالعيان وخصوصا السوايل زي الدم زي اليورن ايا كان تمام وتالت حاجة قلناها تمام يبقى اتنين قبل ملبس العيان وقبل ما اعملو اي وتلاتة اخطر بعد ملمس العيان بعد ملمس متعلقاته الشخصية وبعد ملمس ايه السوايل بتاعته طيب اي حاجة باله اكيد دي علشان احمي العيان يبقى اي حاجة اي هندي هايجين هعمله بفور توتش او بفور ان انا قالمس حاجة العيان او قبل ما اعملو اي بروسيدجر يبقى اكيد ده انا بعمله ليه علشان ابروتكت البيشنط. طب اي حاجة انا بعملها بعد ما نسبت البيشنط خلاص ومشيت علشان احمي نفسي. انا بخسل ايدي بعد ما بخلص علشان احمي نفسي. يبقى الافتر تبروتكت ايه وينا بقى ايه الجدول الكلام اللي احنا قلناه مفاصل بيقول لي ان انا عندي خمس اوقات فايف مومنتز علشان ايه علشان اعمل هندهيجي اول حاجة بفور البيشنط كونتكت شكرا وبفور ده كلام ده احنا قلناه الاتنين البيفور. يعني بفور كلين يور هند بفور توتشين دا بيشنط وكلين يور هند اميدياتي بفور اني اسيبتكت تاوسك هنعمل زي ما قلنا كاثتر اصطرة او يعني هناخد منه عينة ايه دم. طيب ليه عشان ابروتكت البيشنط اجنست الهارموفول جيرمز او الهارموفول او ابروتكت البيشنط اي بفور عشان ابروتكت البيشنط طيب الافتر افتر البيشنط وافتر الكنتاكت منطق وبالتالي ليه علشان ابروتكت حلو الكلام يبقى مفيش كلام ايه جديد طيب هو الكلام اللي احنا بنقوله فوق دوت ظاهريا ظاهريا ايدي نضيفة برضو مش واضح فيها حاجة يعني بس انا عشان اموت الحاجات اللي مش انا مش شايفها فالأثر كونديشنز ديت بقى الهاند هجيني المتوقع في الحاجات اللي ايدي هتبقى باين ان هي مش نضيفة زي ايه يعني بقى فيها ايه بقى فيها بس انا شايف واضح بقى بيه بادي فلويدز بقى فيه مسلا سلايفا او بقى فيه اللي هو اللعاب او بقى فيه دم او بقى فيه اي حاجة واضحة في ايدي دي اول نوط وطبعا منطقة جدا وطبعا منطقة جدا غالبا انت هتنسى الست حاجات دول فانت غالبا هتنقص درجات عشان الست حاجات دول ايه بقى قصة اول حاجة ضوافري طويلة صفر تاني حاجة حطى منوكير صفر تالت حاجة حطت اكسيزوري حززات او انسيال او خاتم صفر تالت حاجة كم طويل على ايدي وبالتالت بل معايا صفر رابح حاجة بعد ما غسلت ايدي ونضفت ايدي وبقى تمام مية في المية عشرة على عشرة قم تقافل الحنفية بايدي برضو طب ما هي الحنفية اصلا مش نضيفة صفر عشان كده لازم اقول كمان شوية ان الحنفية بنقفلها بالحاجة اللي بنمسح بيه يعني يبقى فيه مناديل محطوطة كده بعد ما بتخلص غسيل بتمسح ايدك بتنشفها وتقوم قافل الحنفية بالمنديل ذات نفسه تمام اللي هي نفس رقم ستة ايه بس ستة حاجات دول ابوس ايدك وابوس ايدك تركز فيهم كويس علشان هما دول اللي هيناقصوا حضرتك درجات هو كله على بعضه سهل جدا حاجات كلها منطقية حاجات كلها يعني ايه مش محتاجة ما الكلام اللي احنا بيقوله برضو منطقي تمام ولكن اللي هيناقصك انك بتغلط في التكنيك تمام بتعمل بتنسي حاجة انت مش واخد بالك منها فالستة حاجات دول تقراهم كويس وقبل ما تنزل من البيت تكون قصص دوافرك ولو فيه اي منكير تشيله واي خواتم تشيلها واي خواتم تشيليها واي غوائش اي حاجة اه بالنسبة للبنات وقت الهاند هايجين يتشمر شوية تمام طيب ايه بقى التكنيكس فور هاند هايجين عندنا شوية حاجات بنستخدمها عشان نعمل بها هاند هايجين وكل حاجة ليها الاستخدام بتاعها عندنا اول حاجة الروتين هاند ووش اللي هو المعتاد بتاعي العادي اللي هو بالميا والصابون سوبا نوتر تمام عندنا الالكوهول الكحول تمام وعندنا طيب نعرف حاجة واحدة اول حاجة الروتين هاند ووش اللي هو الميا والصابون ده بنعمله ايه في الاغلب لو فيه الهاند فيزبلي ديرتي يعني انا واضح جدا ان ايدي عليها مثلا ايه شوية اه وساخة فبالتالي انا هقوم داخل وغسلها بالميا والصابون ما ينفعش ان انا تبقى ايدي عليها فلاوتز او عليها اي حاجة ليه علاقة بالبيشنت او عليها اي وساخت وبعد كده اقوم رايح على الكحول على طول مش مزبوط لا امسحها الاول بماء والصابون في بعديها عايز اعمل كحول بالكحول تمام لكن الالكوهول بنستعمله امتى? لما يكون الهاند فيزبل كليل هي واضح ان هي نضيفة بس انا عايز اكثر من دافة عايز اشيل اي مايكرو جنزيس فبعمل ايه ؟ باستخدم الالكوهول. تمام? ايه الحاجات اللي بنستغينا الكيميكال سوبسينس الجل الجل. الالكوهول العادي اللي هو بنستعمله اي من الكورونا ده. تمام? او الكولوروهكسيدين. بيزد. ايه الكولوروهكسدين اللي هو اللي قدامنا ده. ده عبارة عن مادة مطاهرة برضو اسمها كولوروهكسدين بس يعني كولوروهكسدين بيزد يعني الكول على كولوروهكسدين. اثان هو سبعين في المية وعلها اتنين في المية كولوروهكسدين. لان كمان شواء لما هنقول اهو في هنلاقي ان فيه اللي هي ايه الكولوروهكسدين بس اللي هو زي ده. ده الكولوروهكسدين اهو تمام? وبيتادين شاور اللي هو ده. تمام? ده البيتادين شاوه. بيتادين ده اللي هو بيبقى انتم كلنا عارفينه يعني لما حد بيتجرح ولا حاجة بيبقى لونه كده بيتحط على الجرح. بيتادين شاوه. تمام? طيب. يبقى احنا عارفنا عارفنا ان فيه اول حاجة فيه تلات انواع او من الروتين هاند ووش الالكوهول هادراب والانتسابتك سيرجيكال هاند هايجين. تمام? تمام. عارفنا ان كل واحد ايه هي الكيميكال بتاعتها ايه الحاجات اللي ايه بنستخدمها في النظافة. طيب نجي بعد كده يعني امتى نستعمل حياة دي ده? والله الروتين هاند ووش هصنه واضح سهل جدا. امسي اعملو اول لما اصحى من النوم. في قبل وبعد. واختر باثروم. كلام منطق. طيب. مهم جدا النوم تضيق. يعني زي ما قلنا بنعيد تاني ما ينفعش يبقى ايدي عليها اي حاجة مش نضيفة واضحة وانا شايفها بعين او مراحل القحون. تمام? يبقى ايه? يعني حاجة واضحة. طيب نستعملها في اي ومن اسمها يعني حاجة حيبا فيها تدخل مني. تدخل جراحي. تمام? او حتى لو اه حاجة حاجة بسيطة. بس انا هعمل تدخل للبيشنت. زي ايه? زي ان احنا ساعات بنركب كده في في بتاعة الايه? بتاعة النك. تمام? علشان نسحب عينة مسلا او نقيس فيها. او ساعات بنركب برضو درنقة في الايه? في الشيست. الدرنقة ديت لو هو عنده اي مشكلة كده مسلا هتعرفوه ان شاء الله قدام بنركب درنقة في الشيست. تمام? او اي دخل اعمله عملية. فمحتاج ان انا يعمل ايه? تمام? ومن ثم بما ان ان احنا بنتدرج يعني دي اقل من دي اقل من دي في الميثل يعني بتاعتها. فبالتالي لما اجا اقول لك ايه هي اللي سكين اريا? ادي كونتاميناتد اللي المفروض ان انا انا اضافها يعني. في الروتين هانده هي شين هي الايد بس? شكرا. طيب في الالكوهل هاندرب هي الايد بس بس ممكن كمان اطلع شوية للفور ارم مدوي ما بين الرست ما بين الرزق بتاعي وما بين القلب وكوعي. تمام? ليه? في بعض الاماكن اللي ساعات او ساعات توصل لهذه المناطق. زي ما هو كاتب لك كده في الكليانيكا الفارماسي اللي هم ايه اللي هم بعض الناس كده اللي بيشتغلوا اه بي فيه حاجة كابينة كده الكابينة ديت عاملة كده اهو تمام? بيدخل فيها الادوات بتاعته علشان ينظافها بطرق طويلة جدا مش عليك. بس الفكرة ان ايه? ان ايده دي كلها داخل الجوة او ايديها دي داخل الجوة. فبالتالي ممكن اه المايكورجينيزم ستوصل ليه المنطقة دي. اللي هي ما بين الرست وما بين القلب. فبالتالي ممكن في الالكوهل هاندرب ان احنا نوصل الهيجيني لحد هنا. تمام? تمام. في اه في مثال تاني اللي هو ايه? او في الحضانات. الحضانات الدكتور بيوصل ليه عن طريق ايه? عن طريق الايدو بيخش من الفتحة دي. فبالتالي ممكن كمان مين ممكن يحصل في المنطقة دي. فبالتالي بنوصل الهيجيني لحد هنا. بين الرست عند قلبه. طيب. الانتسابتك سيرجيكال اه هاند هيجين لا ده الهاند اند فور ارم اباف القلبه فايف سنتيمتر. يعني اطلع كمان لاباف القلبه فايف سنتيمتر. اللي دي بقى ايه? هتطرر اعمل سيرجري بقى. دي هعمل سيرجيكال الابريشن. فلازم ما يبقى ايدي كلها دراعي كلها ايه? دي كونتامينيتت. طيب المدة. المدة بتاعت الروتين هاند ووش اربعين لستين ثانية. اللي هي دقيقة تقريبا. وهنا نص دقيقة عشرين تلاتين ثانية. بينما السيرجيكال هاند هيجين تلاتة لخمس ايه? لخمس دقل. تمام? طيب. بعد ما اخسي الايدي بنظف بايه? بقى او بامسح بايه? بنشف بيه في حالات الهاند هيجين العالية روتين. لكن في الالكول هو المفروض اصلا الالكول دو بيتبخر كده لوحده وبينشف. فنفر دراعي. اسيبه ايه? افضل ان انا اعمل ربء واعيد واكرر العملية. لحد ما يحصل ايه? لحد ما يحصل تمام? بينما في السيرجيكال هاند هيجين لأ بنستعمل طيب. وانا ده كلام مقرر تاني قلنا ان بنستعمل في حالات لكن استعمل ايه في الحالات كلينا. تمام? طيب. نيجي بقى نشوف التكنيك. عندي الهاند ووش مهم جدا هول موضوع دوت الرقم دوت اللي هو ايه? اربعين لستين سانية. حلو الكلام. بنعمل هاند ووش اللي هو الروتين هاند ووش. اربعين لستين سانية. وادي الايه? ادي اول حاجة هفتح الميا. وبعد كده اقوم ايه? واخد الصابون. وبعد كده ابدأ ارابل هاند بالم تو بالم. تمام? ابدأ اخسي الايدي بالم تو بالم زي ما هي الصورة. تمام? وبعد كده ابدأ اعمل ايه بالم تو دورسم زي ما احنا شايفين. ونحاول نجربها في البيت. تمام? مهمة جدا حتة دي بيحبوها قوي. ويقول لك بالم تو دورسم الاول بعد كده بالم تو بالم. در معش. ايه بيحبو يسأله نظري? بالم تو دورسم. او هيبص عليك وانت شخazi. بالم تو دورسم ايد على ايد كف على اهن كاف. تمام? وبعد كده بالم تو بالم الايدين بيبصوا البعض. بالم تو بالم. وهنا بقى يقول لك سؤال هو يعني ايه فايدة بالم تو دورسم وال بالم تو بارن? القصة ان ده بيعملiber gefragtشن يعني ايه? يعني استكاك كده فبيوقع بيوقع بيساعد في ان يوقع دي ممكن تتساءل فيه تمام طيب بعد كده تقفل ايدك قبضتين زي ما احنا شايفين وتبدأ تطلع فوق وتحت بعد كده ومهم جدا الحوار دوت ان دوت مش بس مش 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 طاير كده لأ ده ده بتمسك بيه وبيمسح الثامب زي نفسه بيمسح الايه الدورسن بتاع الهيه بيمسح الدورسن بتاع الهيه زي نفسه تمام بعد كده بتغسل كف ايدك بيدك التانية بانك تقابل صوابعك كده مع بعض زي ما احنا شايفين وبعد كده تقوم مسح بالايه او غاسل بالماء خلاص غسلت تنشف وتقوم جاي بالمنديل اللي انت نشفت بيه تقوم قافل بيه الحنفية وخلاص كده يرهانت ارسيف نابل طيب احنا بنحمل الكلام ده فاديه وقلنا ايه في ستين ثانية تمام طب انا يعني هبقى في ايدي ساعة واحدة بص عليها لا احنا عندنا ست خطوات اساسية اللي هي من الخطوة رقم اتنين لحد الخطوة رقم سبعة تمام ديه الخطوات اللي انت ايه بتشتغل فيها بعد كده بتفتح الماء وتغسل ايدك عادي تنشف الايه تنزل الصابون فمع كل خطوة تعد من واحد لعشر فهيديك ستين سنة تمام يبقى ايه يبقى مهم جدا حور ده طيب نيجي بعد كده ليه الجزء التاني طبعا السيرجيكا الهاندهيجين مش عليك مش هتعمله خالص انت هتعمل ليه العرفنا ان هو نص وقت الروتين هاندهيجيني اللي هو من عشرين ثلاثين ثانية تمام بنستعمل ايه فيها ده مهمة جدا ساعة بتتساءل فيه بنستعمل سبعين في المية ايثايل الالكول سبعين في المية ايثايل الالكول تمام طيب ما بتنشفش باي مناديل هتلاقي مناديل محصودة قدامك وتلاقي الدكتور بيقول لك اعمل لي الالكول هاند راب بعد ما اتخلصت ومسح بمنديل بتاخد صفر تمام الهاند راب انتفالنا زي ما قلنا نص المدة هي هي نفس الخطوات بالزبط ولكن ايه هنعدل فيها كتير الحاجة الاولى هتعد من واحد لخمسة مش هتعد من واحد لعشرة في كل خطوة زي ما قلنا فوق احنا عايزين نص الوقت الحاجة التانية هو هنا اه هتطلق في الصورة انك بتدوس بايدك بصابعك على العلبة بتاعت الالكول وده يعتبر صح ولكن يفضل لو عايز بقى تكيف الدكتور بتاعك وانت شغال تقوم عاملها بالقلبو عاملها بالقلبو مش انتها هتبقى لابس كده او عاملها او حتى لو قوعك اللابس نص القوم بس تقوم فاتح البتاع ايه بالقلبو تمام ده ايه هيقول لك هيتكيف الدكتور تمام ولو عملتها بيدك برضو ما حدش هيقول لك حاجة طيب احنا كده خلصنا الهاند راجين وده كان يعني ايه اسهل طبك في القصة كلها يعني اللي جاي ده فعلا فعلا اللي هيفيدك في حياتك فيما بعد ولو ذكرته كويس هتحس ان انت فعلا ده اللي هتستخدمه كدكتور واول حاجة من الحاجات اللي هتكلم عنها هي الايه انت هتفضل تاخد طول حياتك تقريبا هتخضف سنة اولى هتخضف سنة تانية هتخضف تالتة هتخضف كل سنوات وحتى في الامتياز هتخضف الامتياز وهتختبر عليه تمام طيب يعني ايه ببساطة شديدة معناه التاريخ المرضي تمام التاريخ المرضي يعني ايه التاريخ المرضي يعني بيجي لك البيشنت بيشتكي من شكوى معينة فبتبدأ تحلل الشكوى ديت وتعمل لها علشان توصل للدياجنوزز توصل ليه التشخيص بتاعه طيب الكلام اللي في الاول اول صفحة دوت كله كلام انشى عادي يعني يتقارى مع نفسك عادي ولكن الكلام المهم بقى هو الايه بتاعت ذات نفسها هو انا ليه باخد هستوري ليه باخد هستوري من البشنت علشان اربع حاجات اساسية اولاً علشان اعرف السيستم اللي جاي يشتيكي منه والله هو جاي يشتيكي بين نهو بيكوح فالسيستم الي انا هتركز عليه هو والله هو جاي يشتيكي من انه عنده فالسيستم اللي اركز عليه هو وهكذا. فانا محتاج الاول اعرف السيستم وبالتالي بعد ما اخلص والاناليسز اطلب من العيان تحليلين تلاتة بس اللي يوضحوا لي ايه القصة. مش اقعد بقى ايه? اجيبه من فوق التحت وتحليل وابدأ اكلف عليه فلوس. يبقى اول حاجة عشان اعرف واتشي سيستم. طيب اتنين عشان حاجة اسمها يعني ايه? يعني مسلا لو حد جايب ابدومينال بين. والله الابدومينال بين ده ممكن يكون عنده ابنديسايتس. صح? ممكن يكون عنده ازاي ده? وممكن يكون عنده بيبتيك ألصر. قرحة في المعدة. الاتنين يعملوا ابدومينال بين. وممكن على فكرة في بعض الحالات ممكن يكون عنده اسكيميك هارت ديزيز. يعني يكون عنده تصلب في الشرائيل وعمل له ايه? اسكيميا. ده كله ده يجيب ابدومين البيت. وممكن يكون عنده عادي جدا. عادي جدا. تمام? عامل له شوية ابدومين البيت وضيارية. فانا بعمل ايه? باخد بتاعي وابدأ اسأل على حاجة ليه علاقة بالابندكس. وحاجات ليه علاقة بالببتيك والسر. وحاجات ليه علاقة بالاسكيميك هارت ديزيز. وكذلك الامفكشن. فيبدأ يقول لي لأ ما عنديش. لأ ما عنديش. لأ ما عديش. فواحدة واحدة ألغي الحاجات دي. ده الامراض دي كلها اسمها ايه? ديفرينشال دياجنوز. لحد ما يتبقى لي مرض واحد بس هو اللي اركز عليه ولاقي ان الاعراض اللي عنده تمام? متمشية مع هزا آآ المرض. خلاص فانا كده عملت للديفرينشال دياجنوز. وبالتالي في نفس الوقت انا ما كلفتش العيان برضو في حالي الكتير. طيب لما انا عملت للديفرينشال دياجنوز فانا كده هعمل ايه? هاريتش الدياجنوز. هوصل للتشخيص بتاعي المضبط. طيب وصلت للتشخيص. اشوف بقى الاعراض اللي ماشي مع التشخيص قوية قد ايه? طيب بالتالي اقدر اعرف السيفيرتي والبروجنوزز. البروجنوزز يعني هل الشخص ده ممكن يخف? ولا هيخفه اه بس هيبقى معه شوية مضاعفات? ولا هيخفه ومش هيبقى معه حاجة خالص? طيب هل هو المرض بتاعي دلوقتي سيفير جدا فمضطر ان انا اتدخل بأجريزف تريتمنت? ولا هو بسيط? دي حاجة بسيطة ممكن اروحه واقول له شوية اه مسلا انك ترتاح وتاخد انتبيوتك بسيط وهتخف وهكذا. فده فائدة طيب. الهيستوري سبع ايتم مهمين جدا اساسيين وساعات بيزيد عليهم كم ايتم كده تانيين. تمام? وساعات بعض الناس بتقسم بعض الايتمز الى ايه? الى اتنين او تلاتة يعني مسلا في الباست ميديكال هنا هنتكلم كمان شوية دات هنقول ان ايه كل حاجة بتتقسم يعني. ولكن في الاساس في الاساس هم سابعات. طيب? عندنا حاجة اسمها بيرسونال داتا. البرزينتينج كومبلين. الهيستوري او بريزينتينج إلنس. الباست ميديكال. ومعاها الباست سيرجيكال. سعب نعتبر دي حاجة لوحدها ودي حاجة لوحدها وده الافضل. تمام? والدرج هستوري. السوشيل هستوري والفاملي هستوري. طيب خلينا ناخده حاجة حاجة مع بعض. اولا بيرسونال داتا من اسمها انا عايز اعرف هو مين الشخص اللي بيكلمني ده. تمام? يعني الشخص ده واتجي يشتكي مسلا عنده حاجة معنا فانا عايزة اعرف هو مين ده. تمام? فاول حاجة بنجيب ايه? بنقول له اسم حضرتك ايه? الفول نيم. تمام? الفول نيم ده اللي هو الايه? الاسم السلاسي بتاعه. طيب يجي لك سؤال ريخ مقوي. يقول لك في الدكتور في القوسكي? او في الاسكيل لاب? اه هو انت بتسأل على اسمه ليه? فتبدأ بقى تتلاجلك ايه? بسأل على اسمه عشان اعرف اسمه. لا. منسأل اسمه علشان حاجة مهمة جدا. علشان حاجة اسمها الميديكال ريكورد. يعني ايه? يابا انا عارف ان محمد عبد السميع السيد هو اللي جاي يشتكي بالحاجة الفلانية ديت. فانا عملت ايه? عملت ريكورد سجلت الحالة دي باسمه. فانا ملغبطش الحالات ببعض. ولو محتاج استخدم الحالة ديت فاي رسيرش بعد كده استخدمها. وتاني حاجة ودي حاجة مهمة جدا حاجة اسمها الايس بريكنج. تمام? يعني ايه? يعني الوقتي لما عيان يجي يقول لي انا بشتكي من كزا. فاقول له اسم حضرتك ايه? فيقول لي اسم محمد. فابدأ اناديب اسمه. طيب والله ربناش فيك يا استيز محمد. طب يا استيز محمد كان بيحصل معك كزا كزا. فلما اناديب اسمه هيبدأ يرتاح لي. فلما ايه يرتاح لي? لو ده عنده عرض تاني مخبيه. او مش عايز يقوله او مكسوف ان هو يقوله. هيبدأ يرتاح لي نفسيا فايبدأ ايه? يتكلم معي باريحية. وبالتالي يسهل علي ان اوصل للديا جنوزس. ومن ضمن تكمية هو الاربع حاجات الاساسية اللي المفروض حضرتك تعملها. قبل ما تبدأ اصلا تتعمل مع العيان. واحد تقف على يمينه. ده في العادي في العموم وتاني حاجة عشان درجات الاوسكي. يبقى اول حاجة اقف على يمينه. تاني حاجة بلبس البلطه. عشان يبقى ان انا هيئيه الدكتور. تالت حاجة انك حضرتك تعرف بنفسك انا الدكتور فلاني الفلاني. وجاي اتكلم مع حضرتك علشان اعمل اه مثلا هاخد منك التاريخ المرضي اللي هو ايه? تستأذن المريض وتبقى ايه? مقدم معاني يا رقم اربعة. تمام? اول لما تخلص دولتهم داخل على طول انك تسألوا ايه? اسمك ايه? ماشي? طيب. يبقى اول حاجة ليه بنسأل الاسم عشان طيب. بعد كده هناخد سن. ليه? لان بعض الامراض متعلقة زي مسلا الماليجننسي. اللي هي دايما تبقى موجودة مع يعني لو سن راجل سنه كبير فابدأ اشك انه ممكن ان هيكون او الكنجنيتا اللي هو من هي بتبقى موجودة مع ايه? مع الاطفال الصغيرين. طيب. بعد كده اسأل على السكس. مش هسأله. انا انا بفاهم. يعني ما حدش نركز برضو يا جدعان. ما حدش يقول ايه? انت رجل ولا ست? احنا مش بنسأل على ده. احنا بنعمل ايه? احنا بنبقى عارفين ان ده كده بس بنكتبه. ان ده مسلا اه اه كمام? ليه? لان انا دلوقتي الشيت بتاعي ده او الهسه ده هتدي الدكتور تاني هسلمه القصة دي هسلمه العيان ده. ما انا مش هبقى عد مع العيان طول وقت خصوهن لو انا مسلا ايه? في ايدي عمبر او حاجة. تمام? اه فاللي هيجي بقى ده لازم يبقى عارف ان ده راجل او لازم بقى عارف ان دي ست. طيب هتقول لي ما هو الاسم كده كده مباين. لا في اسامي بيكون فيها ايه? فيها مشكلة ممكن تنفع ست ممكن تنفع زي اسم رضا مسلا. تمام? طيب. طب هو ليه فايدة يعني ان انا اعرف. اه. بعض الامراض related ليه? زي في الرجالة بس. طيب. بعض الامراض الاخرى بتكون بتيجي اكتر نسبتها اكتر في على حسب الجندر على حسب هو ميل ولا في ميل. زي الروماتويد والسيستيم كلوبس دي امراض تمام? اه هتاخدوها ان شاء الله في البطنة والجراحة بس بتيبقى اكتر مع ميل? مع الفيميل. طيب. بعد كده نعرف يعني الراجل ده بيشتغل ايه? ليه? عشان حاجتين. الحاجة الاولى اللي هتفيدني اصلا فيه اللي هو بعد بعد الامراض بتكون متعلقة بيه بعض الشغلانات زي مسلا بيبقى ايه? اكتر حاجة تمام? الناس اللي يشغلين في حاجة بفيها اشعاع تمام? الناس اللي يشغلين مسلا ايه في في القطن وفي اللي هما بيعملوا بيعملوا الازاز دول برضو بيعندهم لانجي ديزيز. دي اول نقطة. النقطة التانية ودي يعني حاجة بقى تبقى خفايا كده وليك انت اه تبقى فاهم الدنيا اكتر. ان الاكيوبيشن ده بيديك دلالة على ان الراجل ده معه فلوس ولا معهوش. الراجل ده قادر ان هو مسلا لو انا عايز اطلب منه دواء معين يجيبه او تحليل معين والتحليل ده غالي هقدر يتحمله ولا لأ? فبالتالي لو بتاعه انت حاسس ان هو اه مش هيبقى معاه ما تحرجوش وتطلب منه الحاجة دي. تمام? فده هيفيدك كمان في السوشيال ايه? السوشيال هستوري اللي هيجي كمان شوية هنتكلم عنه. طيب. بعد كده ساكن فين? يفيد جدا. ليه? لان بعض الاماكن مشهور ببعض الامراض. عندنا مسلا الشيستوزومة الشيستوزومة اللي هي البالهارسية. مشهورة جدا في الايه? في الترعة والنيل والقصص دي. طيب. بعد كده الهابتس. الهابتس. اللي هو بيدخن ولا لأ? وبياخد بيشرب كحول ولا لأ? وخصوصا التدخين دوت ليه قصة طويلة هي مش عليك وهنا يعني. هتطرفوها بعدين. لازم تعرف اصلا هو بياخد بيشرب كم علبة في اليوم. وتبقى العلبة تقريبا بيبقى فيها عشرين او اتنين وعشرين سجارة. فتضرب بيبقى لها حاجة اسمها تضرب عدد السجاير في عدد الايام في خلال السنة. فتعرف هو بيشرب قد ايه? اه في السنة. وبتعمله زي اه كلاسيفيكيشن كده. هل هو ولا مش ولو يبقى معاه رزق الامرات تانية. الى اخيره قصة طويلة جدا. ولكن يعني ايه? على المستوى اللي هو بتاع مش هيبقى مطلوب منك الكلام ده. طيب? واخر حاجة اه متجوز ولا لأ? ولو متجوز عندك اولاد ولا لأ? ولو ما عندوش اه ولو عنده ممكن كمان نسأل يعني اه سنهم ايه? او هم بنت ولا ولد ولا اقصر. تمام? طيب. يبقى لها كده اسمه ايه? اسمه برسونال داتا. برسونال داتا. تعريف بالشخص. طيب بعد كده نخش على اللي هي شكوى المريد. وخلي بالك. شكوى المريد. جلمة دي مهمة جدا. يعني يعني لو البيشة تجيش تكي ان رجله منفخة ما ينفعش اقول ان عنده اديمة. عشان اديمة دي بنقوله ان هو عنده لو جاي عنده بابنه حاس ان هي كبيرة وفيها مية ما ينفعش اقوله ان هو عنده هقول ان فيه تمام? بس عايزك تخلي بالك من حاجة مهمة جدا. جدا جدا. انت عايز الشكوى اللي جاي بها المريد من غير لت وعجن. يعني ايه? اصل المرضى لتتين معجنين. بمعنى. هيوعد بقى يحكي لك قصته واصلا انا بنت خلتي مش عارف ايه لما روحنا نجيب لها الدهب. اصل هي كانت مخطوبة من تلات ايام. بس خطيفها بقى ده يعني حاجة مؤرفة. قلنا له عايزين متين جرام. بس هو قال لا انا هجيب مية وخمسين بس. اصل الشقة اصلا كانت تلات قوت واحنا كنا عايزينها خمس. هيبدأ يدخلك ويوجعلك دماغك لحد ما ايه? لا. تقفه عند حاجة قوله حضرتك جاي المستشفى ليه? حضرتك جاي هنا ليه? هيقعد برضو يلف تمسكه وتقوم قايل له. طب يعني انا عايز اعرف انت ايه اللي جايبك المستشفى هنا? فيقول لك والله انا جاي عشان الكحة. بس تمسك بقى في الكحة. الكحة او القف هي دي او هي دي شكوى المريض هي دي اللي جابته. يعني انت مهما كانت الشكاوي اللي هيقولها لك تنسيها كلها وترميها على جنب. وتقول له انت ايه اللي حرتك من بيتك من السريد بتاع خلاك تيجي المستشفى. اه هيقول لك والله انا جاي المستشفى عشان مسلا عندي داعي باعلي فترة. اسحال. او انا بقح باعلي فترة. اه هي دي بقى هي دي. شكوى المريض او. وتقوم كتابها بالاي? ان اختصار كلمة بنكتبها كده. تمام? وايه? وتقوم قايل ان مسلا هي próximo. تمام? تمام? طيب لو جايب ابتل من شكوى. جاي مسلا بقف. وجايب اه مسألا وجايب هتبدأ تكتب التلاتة دول ولكن يعني ايه يعني من تمام يعني ايه اول حاجة ظهرت ثم بعدها ايه اللي ظهر بعدها بدي ايه تمام طيب يبقى ده ايه يبقى ده تاني حاجة يبقى احنا اخدنا بعد كده اخدنا شكوى المريض طيب هتخش بقى في رقم تلاتة هي اللي هي عبارة عن شكوى المريض دي بس حضرتك هتدخلها هنا وتحللها تعمل لها يعني ايه تعمل لها يعني تبدأ تفصصها واحدة واحدة ليه علشان اعرف الهدف بتاعي علشان اعرف هي بدأت ازاي وايه اللي حصل فخلها تبدأ فبالتالي ده هيوصلني للمرض تمام هل في حاجة معينة بتخففها هل في حاجة معينة بتقللها الى اخير تمام طيب وهو كتب له هنا ask the patient to tell you the story from the beginning ideally without interruption بس انا بزود لك عليها بحكمة بحكمة يعني ما تخلوش يوجع دماغك وخضيع وقتك هتخليه يقولي الستوري كلها والقصة كلها ولكن في ما يفيد انك توصل للدياجنوزز تمام تمام طيب هنخش هنا في الايه في الهيستوري اللي احنا عايزين نعمل لها ايه نفترض مسلا ان هي اللي هو اللي هو اللي باديما او اللي هو اللي اللي فقنا عليها هو هنا كاتب لك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ايتم يعني كليك انت كدكتور طيب اول حاجة بعد كده عندنا الكورس عندنا عندنا حاجة اسمه طيب يعني ايه يعني الموضوع ده بدأ ازاي الانتفاخ اللي عندك ده بدأ ازاي هل هو فجأة فجأة يعني في خلال ثواني لدقائق بعض الامراض بتبدأ بسرعة تمام ولا هو يعني يعني قاعد ساعات لأيام لحد ما وصل للحالة اللي انت فيها ديه زي مثلا الانفكشنز مثلا ولا صاب اكيوت يعني لهو وصل للكورونيك الحالة المزمنة ولا هو اكيوت هو ما بين البنين يعني يعني يقعد من اسبوع لأسبوعين واخيرا الجراديول او الانسيديس يعني اللي بدأ ايه بالتدريج قوي 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 قاعد شهور واسنين عبال ما يوصل لهذه المرحلة زي ايه اشهر حاجة المليجنل ديزيز تمام طيب بعد كده عندنا الكورس الكورس ده يعني المصار بتاع المرض كان وضع عامل ازاي هل هو كل مع الوقت الاعراض بتزيد اكتر واكتر فبنسميها بروجريزيف ولا مع الوقت الاعراض بتخف فبنسميها زي زي اي حد عنده برض اول يومين تلاتة بيبقى الاعراض شديدة جدا بعد كده تبدأ تقل او تقل بالتريتمنت ولا يعني ايه يعني سابت لا بيزيد ولا بيقل ثابت انا على هذا الوضع بقالي مسلا سنة ولا بروكزوزمل او اللي تنشبها بعض شوية يعني ايه يعني اه بتيجي اتاك وبعد كده يخفي يبقى تمام ما فيش اي مشكلة خالص تمام يبقى ما فيش اي حاجة يخش يعني يخفي خالص بعد كده يجيله المرة اه يجيله الاعراض بعد كده يخفي خالص تمام؟ طيب بعد الكورس بعد الكورس في حاجة اسمها دي مش مكتوبة عندكم هنا وهي مهمة جدا فاكتور يعني في حاجة معينة بتعملها في اليوم تزود لك الاعراض في حاجة معينة بتعملها في اليوم تزود لك الاعراض اه والله يا دكتور انا اول لما باكل البطن بتوجعني جدا جدا بس مجرد ما واقف اكل خلاص الدنيا بتروح اه فابدأ افكر حاجة بتوجع البطن بعد الاكل مباشرة ده ممكن يكون عنده كرحة في المعدة او ممكن يكون عنده اه حصوة مرارية اه ممكن يبقى ايه يبقى ابدأ اشتت انتباهي او ابعد عن فكرة ان انا افكر في انها تكون مثلا عنده الزيت تمام او افكر انه هو يكون مثلا ورم في القولون اه علشان في حاجة معينة بتزود لك ايه انا عندي اه الم في صدري شديد جدا فانت تبا خايف ان هو يكون عنده تصلب في الشرايين في ايه بس انا الالم ده بيخف لما بميل لقدام اه تبدأ تفكر ان ده ممكن يكون عنده مرض تاني خالص حاجة اسمها تمام بيقل الالم لما يميل له قدام اه فدي حاجة اسمها تمام الحاجة اللي شبهها بقى اللي هي وصدها اللي انا بديت عليها مثال بتاعت اللي هو ايه يعمل حاجة معينة اكشة معينة يقلل الاعراض زي ما انا بقول لك كده ايه بجي لقدام بحس ان الالم راح ده اسمه ريليفنج فاكتور ريليفنج فاكتور دول مش مكتوبين هنا ولا ان هم همين جدا جدا تمام يبقى هنزود بس هنا كده وفي حاجات تانية كتير بس مش مهمة دلوقتي ولكن مهمة جيدا حتة البرزبوزنج فاكتور والريليفنج فاكتور تمام طيب بعد كده هنخش على الايه النيجاتف داتا يعني ايه نيجاتف داتا يعني احنا الكلام ده عن اعراض هو مقليش عليها هو جاي يشتكي مسلا من كحة فابدأ اقول له هو فيه دم مع الكحة فيقول لي لأ فاه فابدأ استبعد بعض الامراض اللي بيبقى معها دم طب اقول له بيبقى فيه مسلا اه مناخينك بتقبى سايحة هو مجاش اشتكى من كده هو الحجم دي مجاش اشتكى منها بس انا بسأله عشان استبعد حاجة معينة فدي اسمها نيجاتف داتا نيجاتف داتا اسكذا بيشنت اعضر هو مجاش يشتكى منها اصلا بس للسيستم اللي جاي يشتكى منه كمام زي ان البيشنت ده جاي يشتكى من اب دومينال بين وديس بيبسي يعني بطنه وجعاه وعنده صعوبة في الهضم فابدأ اسأله اقول له مسلا طب فيه بترجع دم كمام فدي استبعيد لبعض الامراض زي المثال بتاعنا اللي هو 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 اللي ممكن يكون سببها كاردياك ممكن يكون سببها حبتك مشاكل في الليفر وممكن يكون سببها رينال امراض كتير فابدأ بقى اسأله هو يا حاج فيه تغير في لون اليورين هو مجاش يشتكى من اليورين بس انا بسأله بسأله ليه لانه هو ممكن يكون ناسي هو العيان دايما بيجي يشتكى من الحاجة اللي مقرقاه يعني لو واحد عنده مسلا رجله منفخة مدايقة جدة وفي نفس الوقت عنده تغير في لون اليورين هو هيجي يقول لي انا رجلي منفخة مش هيجي يقول لي تغير في ليون اليون. لو اقول لك ماشي عادي يا شكل كده. كنت حاجة غريبة. عملت التغير في في لون البول. لكن هو يجي يشتكي من الحاجة المقرقة. فانا افكره بقى. لازم بواعي. اسأله. مسلا على اليون. دي اسمها نيجاتيف داتة. عشان استبعد الكلف. اسأله هو فيه صفرة. عشان استبعد الليفر. اسأله هو فيه مسلا اعراض اللي هي يعني اعراض اني مسلا مدروخ. اه حاس ان هو عنده كأنه عنده آآ مش عارف آآ وشه مسفر. عشان استبعد تمام? وبعض السمتمز الاخرى برضو قصة طويلة. فدي قصة النيجاتيف داتة وهي مهمة جدا 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 جدا. طيب. بعد كده عندنا مش معنى ان البيش انت جاي يشتكي مسلا من ان انا ما عملش لكل التانية او اسأل عليها. فبالتالي بنلف على الكل سريعا سريعا. جاي يشتكي من كحة او طب فيه ترجيع لا. طب فيه بطنك وجعك لا. طب فيه مشاكل في البول او البروز لا. طب كده بستبعد الايه بستبعد الرينال وبستبعد الجاي تي. تمام? على طول سريعا. طب فيه صداع طب فيه مش عايفي طب انا استبعد كده السنس. آآ طب فيه حس وعايف تاخد نفسك مصاحي مش عارف ايه. فاقيق رفيو او اوهما جيت. تمام? اسأل سريعا سريعا على. وباتبع في بتاعي او في الورقة. نو مسلا ايه? نو او نو ابدومينل بين. آآ نو مش عارف ايه. كلها ايه نيجاتف داتة. نيجاتف داتة. عشان اعرف الدكتور اللي قدامي. ان انا والله سألت على الحاجات ديت. عشان ايه? علشان لو فيه اي مشاكل في السيستمز التاني. تمام? طيب. بعد كده عن ده البسط يعني التاريخ المرضي بتاعه اللي ليه علاقة بالامراض البطنية. يعني بمعنى. جالوا قبل كده. في امراض جات لك قبل كده. ايا كان هي ايه بقى? فيه مثلا. اه عنده مسلا مشاكل عنده السكر. اه اي حاجة تاني. تمام? في بقى عمل عمليات قبل كده. دي اصلا احسن احسن يعني تكون هي مفصلة لوحدة. تمام? مش تحت خالص. دي يعني عمل عمليات قبل كده. ولا لا. حتى لو عمليات بسيطة. يعني الحجس في المستشفى قبل كده. بياخد ادوية لحاجة معينة مزمنة. آآ باسأل كمان على في الوومن. تمام? وده برضو برضو يعني يفضل يكون ايتم لوحده. يفضل يكون ايتم لوحده. مش تحت طيب. بعد كده عندنا ده حاجة بسيطة سهلة جدا. يعني بقى زي ما انا سألته في البسط بياخد ادوية. اجي بقى في في حتة للخانة دي ابدأ اسأل بقى اسم الدواء ايه بالزبط الدوز اللي بياخدها بياخده كام يوم وبياخده ليه? وهل في آآ آآ ادوية اخرى بتعمل نفس الافكت بياخدها ولا لا? طب هو مسلا نسأل كمان على العمل مسلا اصاير افكت ولا لا? بتاعت الدواء. تمام? زي ان الاسبرين بيعمل آآ بيبتيك آلسر بيعمل كرحة في المعي ده. اسأل هل في حساسية من المرض ده? لما بتاخده بتهرش مسلا بتكوح. آآ اللي هي الاعشاب الطبية. الاعشاب الطبية دي لازم اسأل عليها? لان الاعشاب دي ذات نفسها ممكن تأثر على الادوية. يعني مسلا ممكن حد يجي يشتكي مسلا ضغطه مش متضبط. مع انه بياخد ادوية الضغط. تسأله على الاعشاب الطبية يقول لك آآ والله ده انا الدكتور ولا مش دكتور. آآ ده انا مثلا صاحبي قال لي جيب من العطار خلطة المش عارف ايه. خلطة المش عارف ايه ديت اصلا بتانتراكت مع ادوية الضغط في انها تمنع بتاعها. تمنع الامتصاص. بتلاقي عشان كده ضغطه مش متضبط. تمام? اللي هي الايه الطب البديل والابر السينية والحجامة برضو بنسأل عليها. طيب. دي بعد كده السوشال هستوري. السوشال هستوري دوت بيقول لي بتاعة البيشن دي وضعها عاملة ازاي? بتاعه هل هو شخص متعلم ولا بنسأل عن موضوع ده? خلاص دي خلاص بقيت في البرسونال داتا. نسألها في السوشال ممكن نسألها في البرسونال داتا. هل هو قاعد بس مع مراته وعياله وخلاص ولا قاعدين في بيت عيلة ومتجمعين كلهم على بعض? فهلو بيت عيلة دوت نخاف من الانفكشن. لو عيل واحد جاله هيصيب العيلة كلها. فابدأ اشوف بقى انا محتاج اطعم العيلة دي مسلا لو الانفكشن ده ليه تطعيم ولا محتاج اعليقهم كلهم ولا محتاج احجزهم علشان ما يبقاش الموضوع بقى ايه ينتشر ويبقى زي كورونا تمام? والالكول قلناه فوق تمام? ممكن يتحط هنا او يتحط فوق عادي جدا. وده يعني يعني هنحط كده عليه نجوم بلاش تسأله على اقل على اقل ما حدش هيده اقلك عليه بس على اقل يعني دلوقتي ما تسألش عليه. يعني ما تجيش عيان دلوقتي في الامتحان هو انت هو حاجة تكون بتضرب. انت بتاخد حقا مسلا حاجة معينة مفيش الكلام ده مش هنسأله. تمام? علشان بس هي ما يضربكش. طيب. ويه لو برضو في ايه اي هستوريناوه بيسافر بيروح اماكن تانية اماكن ديت انا عارف ان فيها مسلا مرض معين منتشر انفكشن معين. فتكون جايبه لي وهو جاي كل دي. او مسلا هيسافر ناوي يسافر. فانعارف ان المنطقة الفلانية فيها انفكشن فهطعمه قبل ما يسافر. تمام? طيب. اخيرا الفاميلي هستوري الفاميلي هستوري يعني لو بسأل ان هل في حد عندك من العيلة عنده نفس المرض ولا لأ? ليه? علشان اللي هي الامراض الورصية. تمام? الامراض الورصية. اه اسأل فيه في العيلة بتاعتك. وهي اللي هي درجة القرابة. درجة القرابة. لان فيه بعض الايه? بعض الامراض الجينية اللي ما بتظهرش الا لما ايه? لما القرابة بيتجوزوا من بعد. تمام? طيب. فده كان الايه? اظن سهل وبسيط بس محتاج تتضرب عليه. جيب ورقة بقى دلوقتي. تجيب ورقة بعد ما تخلص الفيديو ده. تجيب ورقة كده. وتقوم صامم السبع ايتم زي اسمك. وكل ايتم هتسأل على ايه بالزبط. وتجيب اخوك بقى او اختك او ممتك او باباك وتقعد بقى. تسألهم وتعيد وتزيد. تسألهم وتعيد وتزيد. تمام? آآ ولازم تتضرب كتير 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 على الموضوع ده. مش بس عشان الامتحان ده عشان هيفيدك اصلا طول فترة الخمس سنين اللي انت ايه شغال فيهم في الكل ايه. طيب. تاني تاني اهم في القصة دي كلها يعني اهم اتنين في الليلة دي. جباب? دول اهم اتنين. يليهم هتكلم عنه في الاخر والراديولوجي ده حاجة بسيطة. والهاند هيجين ده يعني ايه? النضافة من الامان. طيب. زي ما قلنا ان طبق مهم جدا جدا جدا. ومعلش استحملني. هقول لك شوية معلومات زيادة كده وانا بتكلم. عشان معلومات دي هتفيدك. مش بس للامتحان هتفيدك انت كدكتور. طيب عندنا هم اربع حاجات اساسية. هما التمبريتشر. البالس. والبلوت بريشر. ثم اوضاف عليهم الاكسجين ساتيوريشن. مؤخرا. ولكن لما حد يسألك ايه هم الاساس? ايه هم الاربع هتقول دول. تمبريتشر وبالس. وبلوت بريشر. تمام? الاكسجين ساتيوريشن هو مش عليكو. احنا عملنا الاربع حاجات دول. طيب. خلنا نبدأ اول حاجة بالبلس. انا دلوقتي عايز اشوف البالس. ها ايه ها ايه بتاعت البالس بتاعت البالس. التكنيك. كتب لك انا في المحاضرة كده واحنا ماشيين. الحاجات اللي انت هتنقص عليها في الامتحان. اول حاجة لازم تحيل تسلم عليه تعرفه بنفسك وتقف على يمينه. وتقول له انا جاي دلوقتي علشان اقسلك النبض. ده هتنقص عليه في الامتحان ان شاء الله. ليه? لانك هتنساه. فارجوك ما تنساش تسلم على العيان وتقف على يمينه وتعرفه بنفسك. تبدأ تمسك ايدي البيشنت وتحطه في يعني يكون ايده كده بصة الفوق. تمام? يعني ايه يتني ايده كده ويكون مقربها شوية من الشست بتاعه. ومهم جدا. ودي الحاجة التانية اللي هتنقص عليها في الامتحان. يعني انت هتستخدم ايدك اليمين علشان ترديت تبلبيت سوري. الشمال. ولو انت اشوال يبا تروح ناحية اليمين. انا عارف ان انتوا عندكم ملكان مش هيكون في في الاغلب. فانت وانت داخل تبشايف الملكان اللي قدامك ده ايد يمين ولا ايد شمال. حاول تعرف. تمام? وتقوم رايح بالايد المعاكسة. ايد حضرتك اليمين. وده هتنقص عليه. تمام? تمام. هتقيس ازاي? هتجيب بتاعة يعني الصورة دي فيها غلطة. مفروض ده كمان معه. تمام? طيب? هتجيب التبس بتاعة مهيه? وتحطها على الريدي القرص. التي موجود فين? اللي هو ده Anna. هم عدي موجودةUR وهو موجود فين. موجود على البالمر اسبكت على البالمر اسبكت يعني على بطن الايد او عبطن الرست. تمام? ابو دو سنتميتر بروكزيمل يعني تحت مين؟ تحت shelfs betteryminence اللي هي المصلز بتاعة الفنب اللي هي دي. بروكزيمل يعني ايه? قريب من الهارت وديستال يعني بعيد عن الهارت. تمام? ده مكان الايه? تبدأ تحس البلسيشن وتعد في قد ايه? في كومبليت وان مينت هتنقص عليها. ليه? لان كلكم هتعملوا ايه هتقسها في نص دقيقة وتضرف في اتنين او في ربع دقيقة وتضرف في اربعة. لا هتنقص. تقسها في دقيقة كاملة. طيب الامتحان دايق والوقت مش عارف ايه وده متوتر ايه يا عم في ربع دقيقة واضرف في اربعة بينك وبين نفسك بس. لما يسألك قول له لا يا دكتور. انا استها في دقيقة كاملة. تمام? طيب الكلام ده لو كان ايه? لو كان لو كان لو كان وهنعرف يعني ايه وهنعرف يعني ايه دولاتي بس تخد مني المعلومة ان لو كان هتكون في تلات دقايق وتاخد الايه? او المين يعني تقسمهم على تلاتة. طيب? طيب. تعال ابقى ايه? نشوف هنكومنت على ايه. تمانية ايتمز تحفظهم زي اسمك. تمانية ايتمز تحفظهم زي اسمك. ريت ريزم فورس فوليوم سبيشال كاراكتر ايكواليتي اون بوض سايدز. فيسل وول وبريفرال بلسيشنز. تعال ناخد حاجة حاجة. زي ما قلت لك استحملني شوية هبقى في شوية زيادات كده عشان بس تفهم وتبقى ايه لو تسألت ولا حاجة? اه تبقى راجل ايه مزبط الدنيا. اول حاجة العادي. بتاعنا النورمال كامعة ستين لمية طب ايه الابنورمال? يقيمة يبقى اكتر من مية. يقيمة يبقى قل من ستين. طب لو قل من ستين يبقى ايه? لو اكتر من اه لو قل من ستين يبقى برادي كارديا ولو اكتر من مية يبقى تاكي كارديا. ايه الاسباب? ايه الحاجات اللي تعمل برادي كارديا? وايه الحاجات اللي تعمل تاكي كارديا لازم تبعرفهم على اللي سبابين? في حاجات فيسيولوجيكال يعني حاجات نورمال تعمل برادي كارديا زي ايه? زي الافلتس الناس اللي ايه بتلعب رياضة عندهم الهارت بتاحهم بقدق يعمل ان هو مش محتاج يضخ دم كتير لان هو ايه? بدأ ايه? يجبر. والالد ايج مع كوبر السن بيبقى في شوية ايه برادي كارديا فدي حاجة ايه فيسيولوجيكال. طيب ايه الابنورمال الهارت بلوك. ده باثولوجي. يبقى في مشكلة في الكوندكشن او في الايه? في الايه نود ولا حاجة. طيب. التاكي كارديا اللي يخلي ضربات القلب سريعة حاجات فيسيولوجيكال وحاجات باثولوجيكال. حاجات الفيسيولوجيكال زي الرياضة. زي اثناء الحملة. القلب بيضخ دم كتير عشان يوصل دم للبيبي. زي حالات زي حضرتك ليلة الامتحان او انت داخل على الدكتور. طيب. طيب في الفيفر والانيميا. بتعلي لايه? بتعلي الريت. طيب. ده بالنسبة لأول حاجة الريت. نيجي بعد كده الريذم. الريذم. الريذم نورمال المفروض يبا ريجولر. ان يعني زي المنظر ده. نبضة وبينها مسافة. نبضة بينهم مسافة. نبضة بينهم مسافة ونبضة بينهم مسافة. ده اسمه ايه? ريجولر ريذيم. ريجولر ريذم. وده اللي بنعده في دقيقة. طيب قامBeaل. الريجولر بقى. ممكن يبقى حاجة بس الريجولر بس الريجولر دي ذات نفسها بنقسمها لتنين. حاجة اسمها ريجولر ارر Cuolarity وإر ريجولر الريجولاريتي. يعني ايه? ريجولر يعني هو ريجولر البترن. في بترن معين. ولكن هو ذات نفسه مش طبيعي. يعني فيه اربعة الستة بيتس واربعة ده بقدر عدهم بس فيه لغبطة بتحصل يعني يعني المنظر ده. ادي اربعة بيتس وبعد كده فيه سكوت. بعد كده جات اربعة تانية. بعد كده سكوت. ده اسمه ايه? اما الارجولار الرجولاريتي ده اللي هو ايه? نبضة سكوت. تلات نبضات سكوت. نبضة سكوت. نبضتين سكوت. تمام? يبقى ده اسمه ايه? في الحالتين دول لما بنيجي نقيس البلس بنقيس في ايه? في ثلاثة ونقسم على آآ نقسم على ثلاثة اللي هو ناخد طيب هل ممكن يجيلي في الامتحان اللي جابه لأ. هيجيلك فقط طب وقم لقيه فهيجيت القصة ديت عشان لما يسألك. طيب اللي هو رفرافة الاوزين ان ايه? الاوزين عما يضل عن نبضات زيادة عن اللزوم فوق التلاتين ايه? نبضة. فده يعمل ايه? طيب يبقى احنا كده اخدنا الريت والريت والنسه بدول اسهل حاجة. نجي بعد كده الايه? الفورس والفوليوم والسبيشيال كاراكتر هما دول مش صعبين كعم لكم. هما صعبين بس انك محتاج تفهم شوية حاجات كده معا. طيب ايه الفورس? الفورس هو كمية القوة اللي حضرتك محتاج تبذلها. قصاد الريت يا الارتري اشان توقفو. يعني ادي ماشي في دم وانت حاسس كل شوية الدم يخبط هنا كده فيطلع لفوق ده كده فتحس ان في بلس انت بقى ايه القوة اللي انت محتاجها علشان تقفل الفلو ده خالص دي اسمها الفورس طب تفتكر الفورس بتدل على ايه بتدل على السيستوليك بلوت بريشر هو اصلا السيستوليك بلوت بريشر ده يعني جاي من مين جاي من قوة الكنتراكشن بتاعة الفينتريكل انه يضخ الدم في الاورت يعني الستروك فوليوم كمية الدم اللي تضخط من الهارت للارتريز دي اسمها ايه الكمية او القوة بتاعتها البرشر ده اسمه سيستوليك بلوت بريشر تمام طيب القوة بقى اللي انا محتاجها علشان اوقف السيستوليك كأني بوقف السيستوليك بلوت بريشر باني بوقف الفلو بتاع الريديا الارتري دي اسمها ايه الفورس وناتج عن ذلك ان الفورس ده هيديني ايه دلالة على الاماونت او ايه السيستوليك بريشر تمام يعني انا لو محتاج طاقة كتيرة جدا. علشان اوقف الفلو بتاع الارتري. ازا الاكيد قوي جدا يبعاكل. تمام? طيب. الفرس ديت ممكن تكون نورمل. ممكن تكون او ممكن تكون طب بنعملها ازاي? بنعملها زي السورة اللي قدامنا دي. عندنا ثلاثة فنجر اهو. دايما زي ما قلت لك الحاجة القريبة من الهارت هي الايه? البروكزمال. ده البروكزمال فنجر ودي الديستل فنجر ودي الميدل فنجر. البروكزمال والديستل بيبدأوا يضغطوا علشان يقفلوا الايه? يقفلوا الفلو واحدة واحدة. البروكزمال بيقفل لي الدم اللي جاي من القلب. والديستل بيقفل لي الدم اللي ممكن يكون محسوس هنا بسبب الارتري ده مش ارتري واحد. لا ده باعت برانشات كده هو. برانشات في كل حتة. تمام? فالديستل ده بيقفل البرانشات دي فيمنع يمنع حركة والديستل اه سوري والبروكزمال عشان يمنع الفلو اللي جاي من القلب. والميدل فنجر اللي بيحس امتى? امتى? الفلو ده هيوقف تماما. كلمة امتى دي هي دلالة الايه? الفورس اللي هو الايه? اللي هو هنقول في الامتحان ايا كان طيب ما هو مانيكان? هنقول في الاغلب نورمل. نورمل فورس. تمام? لا تقول انكريز ولا ديكريز وهتفتح على نفسك فاتوحة. طيب. نيجي بال ايه? الفوليوم. يعني ايه فوليوم? يعني ايه? حضرتك حضرتك حاطت ايدك دلوقتي على الريديا الارتري. والريديا الارتري بيخبط في صباعك. قدي ايه صباعك طلع لفوق او اتنطر لفوق هو ده الفوليوم. يعني ايه دي? البلسيشن ايه. وانا حاطت صباعي هنا هو. تمام? دي صباعي. قدي ايه? قدي ايه? القوة اللي جاية خلت صباعي يتحرك من هنا لانه بقوا هنا. كده هو طلع لفوق. ده كده اسمها ايه? ده كده اسمها الفوليوم. اللي خلت الارتري دوت يزق يزق صباعي لفوق. ده اسمه ايه? ده اسمه طيب. ده بيينديكيت ايه? بيينديكيت حاجة اسمها البلس بريشر. اللي هو الديفرنس بتوين السيستوليك اند الدياستوليك بلاد بريش. بالنسبة لك هو افريج. يعني ما تيت كمانت هتقول افريج. اللي هو نورمال من اربعين لستين ميليميتر ميركي تقريب. طب ممكن يقابة زايد. اه لو زايد بنسميه هايبر كايناتك. او هايبر دايناميك. تمام? طب لو اوليل بنسميها هايبو كايناتك او هايبو دايناميك. تمام? يبدأ ايه? يبدأ الفوليوم. طيب. نيجي بعد كده للسبيشال كاركتر. وركز معي. الاسبيشال كاركتر ديت بتتقاس اكتر في الارتريز اللي هي قريبة من الهارت. اللي طلع من الهارت على طول. زي الكاروتد ارتري زي زي الفيمرال ارتري. حضرتك لما هتيجي تعمل لها ده اين الطلب منك? ده كان اين قدامك بيشنت اصلا? هتعملها عن طريق الايه? البركي الارتري. ازاي? بنعملها ازاي? بنعملها بالمنظر ده? بنرفع دراع كده اهو. وايدينا الشمال بتمسك هنا كده. عند الجزء التاني بياجزامن هنا. مش هنا. تمام? يعني الصورة دي لسه مش كاملة. الراجل ده رايح يمسك هنا. يمسك في الفور ار. تمام? طيب. الطبيعي. الطبيعي. ان انا لما اجيب اي بني ادم في الدنيا. وامسك الجزء بايدي الجزء ده. ما يبقاش في اي احساس لا اي بلسيشن. تمام? طيب. لو لقيت في هنا بلسيشن. يبقى ده بيدل على ووتر هامر بلس. ايه ووتر هامر بلس ده? معناها بلس بريشر. اللي هو كان الفرق ما بين السيستوليك وما بين الايه? الدياستوليك. تمام? ازا ده معناه ايه? يعني ايه بلس بريشر? يعني هايبر كاينتيك. صحي كلا? مهو الفوليوم من شوية كان بياسناها البلس بريشر. لما لقيه زيائد بنسميها هايبر كاينتيك. اللي هيا هي في حالة الووتر هامر بلس. اللي بتحصل بسبب طب نفهمها واحدة واحدة. الكلام ده مش تعرفه دلوقتي او مش عليك دلوقتي تفاصيله بس عشان تفهم. ليه? ليه فيه ووتر هامر بلس? ليه فيه بلسيشن محصوصة هنا? محصوصة هنا او فيه هايبر كاينتيك سيركوليشن. اه في حالات الايه? الاورتكر جرجيتيشن. ادي ادي القلب بتاعنا. تمام? ادي القلب بتاعنا. طيب. وادي ده كده بالنسبة لي ده كده الليفت ايه? طالع منه مين? طالع منه الاورتة. صح كده? المفروض المفروض انه بيدخ الدم في الاورتة. اثناء الايه? اثناء السستول. ثم بعد كده يحصل الدياستول. يحصل ايه في الدياستول? يحصل ان الفنتريك اللي ده يبدأ يوسع ويكبر شوية. فيميك هنا شوية يعني ايه? يعني كأنه بيوشفط بقى عايز يوسع عشان يوشفط الدم اللي جاي من هنا. طب نعليش? هو لما الفنتريك اللي يشتغل قشفاتها علشان يسحب الدم اللي جاي من فوق من الايتريم? ايه اللي يخليه? ايه اللي يخلي الدم اللي هنا مايرجعش تاني? ان فيه هنا بوابة. يجي الدم يحاول يرجع. فما يلاقي ايه لايه سكة قفلت قصاده فيقوم ايه? راجع تاني راح سكته والدنيا تمام. في حالات الاورتك ريجيرش بيبتقبل بوابة ديت مفتوحة على البحري. فيها مشكلة. فبالتالي لما وقت السستول يحصل خلاص الدم الضخ. فيحصل حاجة اسمها يعني ايه? يعني الضخ الدم بقى فيه عالي جدا. فجأة عالي كده مرة واحدة في الفيسلز. تمام? طيب جا وقت العمل هنا فاشتغل قشفاتها. فهيسحب الدم من هنا بس كمان هيسحبه من هنا. فالدم كله هيتشفت من كونه رايح للارتريز الى انه يرجع تاني للفينتريكل. فيحصل رابد فول. الدم البرشار كله قل في الفيسلز لانه كله راح رجع تاني على الفينتريكل. الربد رايز رابد فول ده يعمل ايه? وايد بلس بريشر. سستوليك عالي جدا. بس الدياستوليك قليل لان الدم كله اتشفت لجوه. فاجي احس في البيشنت هنا بلسيشان. مش النورمال ان انا احسها. تمام? فهينا بيقول لي الموضوع دوت بيحصل اكتر بان انا ارفع ارفع زي ما احنا بنقول كده في حالات الايه? في الاجزامريشن اللي بنيجي نعمله. تمام? ابوف الليفل اوف ده هارت. هلاقي ان اكتر من ستين مليمتر ميركي. وازن فهمناها ليه في والد بلس بريشر. انه في رابد رايز ثم ايه? رابد فول. حلو? فدي ايه? دي الووتر هامر بلس. نيجي بعد كده للارتريا الول. هو انا طبيعي يعني احس لما حط ايدي على الارتري احس بتاع الفيسل واحس ان فيه خرطوم مية? لأ بحس بس ان فيه ايه? نض. طب لو انا حسيت بقى لو انا حسيت ان فيه خرطوم مية ماشي تحتية. يبقى ده يدل ان فيه حاجة ترقمت حوالين الفيسل. ده في حالة الايه? او تصلب الشرائي. ازا بس هنحسها لو فيه ايه? اثروس كدروس. ابدأ اشوف الريت والريزم في الووت سايت. في الهاند دي والهاند دي. الاتنين مع بعض في نفس الوقت. تمام? علشان ايه اتأكد ان ما فيش اي ما بين الاتنين. وفي امرات كتير بتعمل بتوين الاتنين دول. يعني مش عليكم يعني تمام? اه بس ايه? ده من ضمن المهمة. طيب. بعد كده عندنا الايه? الاماكن الاخرى اللي بنقيس فيها البلس يعني وبشوف فيها البلس. زي الكاروتد بلس. على كل حاجة كده انا اخد معلومة بسيطة الكاروتد بلس. عايزين نعرف انه انت نفر تبلبيت البوث كاروتد في نفس الوقت. لانك لو قفلت من هنا ومن هنا قللت الدم اللي رايح للبريل فالراجل ده هيموت منك. الريدي البلس اتكلمنا عنه بالتفصيل. عندنا البوستيروتيبيل ارتري. اللي موجود بلو الماليوليس بتاعت الانكل زي ما احنا شايفين اهو. عندنا البريكيا البلس في الميديل تو بايسيبس اه تندون. عندنا الفيمور البلسيشن. اللي بنحسه تحت عندنا الدورساليس بيديس آآ بلس. بنحسه على الميديل اس بتاعت الدورسام او فوت. وفي عشرة في المية من الحالات اصلا هو مش موجود. فبالتالي ما يخضنيش لو انا ما حستهوش عادي. وعندنا اخر حاجة البوبلوتية البلس اللي ايه موجود في البوبلوتية الفصة. تمام? طيب. يبقى ده كده ايه? اول حاجة هي البلسيشن. نجي بعد كده عرفنا معلومة من شوية ان ده بيمثل الايه? طيب. في حاجة تانية بقى اسمها يعني ايه? يعني ايه? يعني ادي ايه? وطري كده وياخد ويدي معايا. كل ما زادت كل ما كان الدياستوليك بريشر عالي. وكل ما قلت كل ما كان الدياستوليك بريشر قليل. بس بتدل على الدياستوليك بريشر. بقولي الكلام ده عشان هيفيدني دلوقتي وانا بتكلم. طيب. التكنيك ازاي بنقيس الضغط? بنقيس الضغط بطريقتين. طريقة اسمها والحقيقة ان الاتنين مكملين لبعض. والاتنين مهمين لبعض. بل ان ديت اساسية جدا قبل معامل الاسكالتاتري ميثل. ليه? فكر الفرس اللي انا قلتلك من شوية. هو الفرس دي كانت كمية الطاقة اللي انا محتاج ابزلها علشان اقفل الفلو في الريديا الارتري. وبالتالي بتديني دلالة على الريال سيستوليك بلاد بريشر. هي هي نفسها البالباتري ميثل. هجيب القف وهربطها حوالين البريكيا الارتري. تمام? وابدأ اعلي 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 بريشر. وانا حاطت ايدي في نفس الوقت على الريديا البالس. وببص على العداد اللي قدامي او ببص على الزيبق اللي قدامي اللي هو الايه? الارقام اللي قدامي دي. الرقم اللي هيوقف عنده فكرة احساس البالسيشن في الريديا الارتري هو دي سيستوليك بلاد بريشر. هي دي كمية الطاقة المبزولة اللي انا محتاجها عشان اوقف. تمام? فدي اسمها بلباتري ميثل. فايدتها ان هي بتديني ايه? بتديني دلالة على الريال سيستوليك بلاد بريشر. طيب. هاجي بعد كده على الايه? على الاسكالتاتري ميثل. هستعمل بقى السماعة بالوقت. طيب. هعمل ايه? انا دلوقتي عارف السيستوليك بلاد بريشر كام? تقريبا. تمام? انا عارف هو كام? هبدأ ان انا اعلي اعلي الجهاز بتاعي اكتر من الرقم بتاع السيستوليك بلاد بريشر ده بتقريبا ايه? تلاتين. يعني في البالباتري مثل لو طلع مثلا ان السيستول مية وتلاتين. فهعلي البريشر لحد مية وستين. واحط السماعة وانا حطت السماعة تحت القف او اه جنب القف واسمع. هسمع شوية اصوات. اول حاجة انا مش هسمع حاجة عند مية وستين لانه قريدي السيستوليك عند مية وتلاتين. هابدأ اريح البلونة شوية وايه? وانزل انزل انزل انزل. لحد ما اسمع صوت. لحد ما اسمع صوت. دي اسمها فيز وان. فيز وان. اول صوت هيتسمع ده وبيبا كلير على فكرة. صوت واضح جدا. هو ده بعد كده هابدأ لقي تغير في الاصوات. هابدأ ايه شوية يعني ايه? يعني صوت لغط. بعد كده لقيه الصوت ده بيبدأ يعلى. بعد كده يبدأ يقل. اللي هي فستو ثري وفور. ليه? ليه ده بيحصل? لان انا دلوقتي قافل على الارضي. وبفتح عليه شوية شوية. فالدم كان مقفول عليه من هنا كده. يبدأ يحاول يخش بقى يعاز يعدي. فيبتلغبت كده في بعضه. يتلغبت في بعضه. دي اسمها تربلنت فلو. الفلو المتلغبت اللي هو ايه? داخلين في بعض زي الموجة. فيعمل لي صوت غريب. صوت ايه ايه? مرمرش. تمام? مرمر. دول بسهب التربلنت فلو. اللي هو فيس تو وفيس ثري. ومعاه كمان ايه? جزء من فس فور. بعد كده ابدأ يلاقي الصوت يقل لي يقل لي يقل لي حد ما يختفي تماما. اول لما الصوت ده يختفي تماما هي دي. طب هو ليه اختفى? لان خلاص اللي كان على الارضي اختفى تماما. فالدم بقى ماشي سالك. فعمل حاجة اسمها اللامينار فلو. اللامينار فلو ملهوش صوت. صوت جريان المية لما يكون ما فيش اي حاجة واقفة اصادها ملهاش صوت. فبالتالي الاقي ايه? الاقي للساوند اللي انا بسمعه ده. فده بيدل على الديستوليك بلات بريشا ودي فيز فايف. الفيزيز دي كلها على بعض اسمها كروت كوف ساوندز. كروت كوف ساوندز. يبقى تاني. اول حاجة بعملها بعمل البالباتوري ميثود. لقيت ان الضغط وصل عندي عند مية وتلاتين. في نفس الوقت الريديا الارتري وقف. يبقى ده السيستوليك بلات بريشا. هاجي عند الاستلتاتري ميثود. هعلي تلاتين مليميتر ميكري او 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 البالباتوري ميثود. عند مية وستين. وابدأ اعلل في الضغط واحدة واحدة واحدة. اول صوت هيتسمع ده كيلير ساوند بيدل على السيستوليك بلات بريشا. بداية ان يبقى فيه شوية في الفلو. ده بداية الايه? السيستوليك. بعد كده القف افل على الارتري نص نص. فالدم بيحاول يعدي في الارتري. فبيتلغبط في بعض ويخش في بعض ويبقى عامل زي الامواج اللي داخلين في بعض. فيعمل لي في الفلو. فيعمل لي صوت ميرمرش. يبدأ يعلى يعلى بعد كده يبدأ يقل لان بالتبعية البريشا بدأ يخف واحدة واحدة عن الارتري. ما انا عمالي بقلل في الايه? في الكاف. لحد ما يختفي تماما. اول لما يختفي تماما يبقى هو ده مكان الدياستوليك لات بريشا. اختفى ليه? لان تحول الفلو من كونه طيب. نيجي بقى للمعلومتين المهمين جدا. معلومة سهلة جدا. ومعلومة عايزة شوية فيها. المعلومة السهلة جدا. امتى امتى? اقول ان اللي هي في سفور هي دي الريال في حالتين اتنين. الحالة الاولى في الاطفال الصغيرين. وانا بقس لهم الضغط. الحالة التانية اثناء الاكسرسايز. الله هو انا هيقيس لحد الضغط وقت الاكسرسايز. اه. في حاجة اسمها بنقيس للناس بيجيه وطلعوا على كده يقعد يمشي على المشاية واقس له الضغط واعملوا شوية تحاليل كده عشان اعرف هو ايه بتاعته عاملها زي تفاصيلها مش قصتنا دلوقتي. طب ليه دول? لان دول يبقى عندهم حاجة اسمها هيبر دايناميك سيركوليشن. الاطفال عندهم الدم بتاعهم ايه سريع والقلب بتاعهم عمال يدق بسرعة. وكذلك في الاكسرسايز. الهايبر دايناميك سيركوليشن الصوت بيختفي تحت خالص يعني ممكن عند عشرين او عشرة. طب هو فيه منطقي حد يبقى صاحي قدامي. والدياستول بتاعه عشرين او عشرة? لأ ده يبقى ميت. يبقى بنستعود عن القصة دي بان احنا نقول ان الدياستول لما لاقي الساون دي يبدأ يقل. يبقى دي معلومة عشان ممكن تتساءل فيها. المعلومة التانية هي فكرة ان انا ليه بعمل بالباتوري ميتود? بعمل بالباتوري ميتود علشان افويد اندر استيميشن او اوفر استيميشن للسيستوليك او الدياستوليك بلد بريشن. علشان وجود حاجة اسمها اسكالتاتوري جاب. ايه قصتها? قصتها ببساطة شديدة. في حالات السيفير هاي الناس اللي عندهم ضغط عالي اه شوية. بيبقى عندهم حاجة اسمها اسكالتاتوري جاب. الناس دي بيبقى ضغطها الحقيقي مسلا ميتين واربعين. ده الريال سيستوليك بلد بريش. اجي انا بقى ايه? خلاص انا ايه? مكسل مش هعمل بالباتوري. فاقول لك يا عم خلاص يعني الضغط الطبيعي كام? مية وتلاتين مية خمسة وعشرين? انا هعلل حد مية وتسعين. مفيش مشكلة. يلا يا عم. هعلل الضغط مرة واحدة مية وتسعين هبدأ بالاسكالتات فيه. وهبدأ اسمع واحدة واحدة. فهو لما علل عند المية وتسعين هو وقع في هذه المنطقة. اللي هي في الجاب. مفيش صوت خالص. فهيبدأ يقلل 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 فيسمع صوت عند المية وتمانين. فهيقول لك بس ده انا حافز بقى انا مزاكر كويس. ده الكروت كوف ساون ده الفرس تفيز. ده ده السسطول. ده الحقيقة ده مش السسطول. ده السسطول الحقيقي فوق عند المتين واربعين. ويبدأ ينزل 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 ينزل. لحد ما يجي هنا عند الدياسطول يقول لك الدياسطول بتاعه كزا وده فعلا الريال ديهاستول. بس هو فوت مين فوت السسطول الحقيقي لو امتين واربعين. فييجي الشخص المية وتمانين هو تعامل التعامل مع مع البيش انت لعن الضغط بتاعه مية وتمانين زي المتين واربعين? لأ. ده المية وتمانين ده ممكن اديله ادوية واروحه. المتين واربعين ده هيموت. ده انا لازم اعمله اه حاجات كتير عشان اقلل له الضغط. فبالتالي امروح ده يقوم رايح في البيت ايه? ميت. ليه? اصدقته كان متين واربعين. اصلا انا كسلت اعمل البلباتري مثل. كسلت. اعمل البلباتري مثل. تمام? فقصة ان انا اعتمد بس على اسكالتات رجاب بتعمل لي فولس فولس لو سيستوليك بريشر. فولس لو سيستوليك بريشر. سيستوليك بريشر قليل ولكن خاطئ. بس في نفس الوقت كمان بتعمل لي ايه? فولسة هاي ده سيستوليك بريشر. ليه? لان ممكن واحد يكون جدع ده. جدع عملي البلباتري مثل. كويس? فعرف ان السيستول ميتين واربعين فبدأ من فوق عادي. فعرفنا ان السيستول ميتين واربعين فبدأ ينزل 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 واحدة واحدة فالصوت اختفى هنا. فاعتبر ان ده الدياستول بس ده مش حقيقي. ده فيه هنا جاب ده الدياستوليك الحقيقي هنا. فيعمل لي فولس هاي دايستوليك بريشر. اذا اسكالتات رجاب مضرها ان بتعمل لي فولس لو سيستوليك بريشر. وفولس لان الاعتماد الكل ان انا عمري ما هعلي الجهاز لحد ميتين وستين ميتين وسبعين انا بس هعلي مسلا متين آآ مية وتسعين وكزا فبالتالي ايه هضيع الايه السيستوليك بريشر الحقيقي. تمام? عشان كده مهم جدا البلباتري مثل. طيب نيجي للجدول بتاع الكاسب كيفة عضوات بريشر دوت يعني حفص ما فيش اي حاجة بس مهم بتسأل. او مية وعشرين في السيستول والدياستول تمانين. بقى مية واربعين لمية تسعة واربعين. والدياستول من تسعين لتسعة وتسعين. المودرت هايبرتينشن من مية وستين لمية تسعة وسبعين. وبالنسبة الدياستول من مية لمية وتسعة. واخيرا اكتر من او يساوي مية وتمانين. والدياستول اكتر من او يساوي مية وعشر. طيب. لازم اعرف ان السيستوليك بريشر هاير في عن الابا بحوالي عشرة لتلاتين مليمتر ميركري فرق. والديفرنس ما بين مثلا ممكن قدي ايه مساحة لحد عشرة مليمتر ميركري بتحصل في خمسة وعشرين في المية من الايه من طيب ده كان خلصنا اتنين هم اصعب اتنين والاتنين اللي فعلا فيهم ايه لازم تبقى مركز كده علشان ده ايه ده الطب بقى تمام بنقى بعد كده سهلة خالص بنقسها ازاي بنقسها اورالي او ريكتل او عن طريق درجة الحرارة الطبيعية لو هي متقاسة اورال بتكون من ستة وتلاتين وسبعة من عشرة ليه سبعة وتلاتين وتلاتة من عشرة تمام? الاجزية زي ما كلنا عارفين بتبقى اقل من الدرجة الحقيقية بالمقدار نص عشان كده بنزود نص بينما بتبقى اكتر من الدرجة الحقيقية بالمقدار نص عشان كده بنقلل ايه نص. الجهاز الترموميتر دوت بيكون ايه? بيكون في حاجة هنا اسمها كده بلب. وبيكون في حاجة هنا كده اسمها ستم. الجزء ده يعني اسمه ستم. والجزء ده اسمه ايه? بلب. عشان هنحتاجه دلوقتي وده طبعا. عشان هنحتاجه دلوقتي واحنا بنقول اه في يعني. طيب. والله انا هعمل هعمل ايه اول حاجة? ايه الحاجة اللي هنقص عليها اللي انا عارف هنقصها هي لايه? ان انا استأذن اعرف نفسي وايه? واقف على يمينه. واقول له ان انا دلوقتي عايز هي اسلك الحرارة. طيب. سباين ناين عادي جدا. اجيب البالب اللي احنا اتفقنا عليها اهيه. تمام? اقوم ايه? اقول له انحط البالب دي في الاجزاء. لا بس الاجزاء دي لازم تجيبها لازم تجيبها لازم تجيبها ويفضل يفضل لو هو مسلا البيشنت اللي قدامك ده اه 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 لابس قط او حاجة ان انا اجيب وماشي كده وامسح الايه الاجزاء. تمام? طيب. وبعد كده بقول للبيشنت يهولد الجهاز وايه? ويتني ايده كده هو. حط الايه? الهاند بتاعته على الشيست. وصلنا ثلاث دقايق. وبعد كده اشيل الترموميتر دوت. هو بدأ ايه? ان انا اقرأ الجهاء الرقم اللي طلع علي. بس الاول لازم ان انا اعمل ايه? لازم ان انا انا اشرفوا يعني. تمام ايه? بحياتة قطنة ولا حاجة? تمام? تمام? مهم جدا اكتبك عليها. ده الي هتنقص عليه? تمام? احطه على على نفس مستوى عيني. واروتيت كده الجهاز لحد ما لاقيه ايه? لحد ما اعرف الرقم كان. انا دلوقتي كنت في الاجزلة فهعمل ايه? هاد نص على الرقم اللي هطلع. طيب. في القرى الميثود نفس القصة بالزبط كل حاجة. هتنقص على فكرة انك تمسح. بس هي اللي هي على ثلاثم ميتر وهتنقص برضو علشان ايه? علشان مش هتقول للبيشنت اسمك ولا تعرفه بنفسك ولا تقف على يمين. طيب هتحط البلده ده فين? هتحطه ايه? في الفلور اوف دا ماوث. زي ما احنا شايفين هنا كده. تمام? في الفلور اوف دا ماوث. تحت لسانه. تحت لسانه. اردابيز وفي دا طانق. تمام? وفي نفس القصة برضو تستنى تلات دقايق. بعد كده ايه? اه 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 الريدنج اللي هتطلع هي الريدنج المزبوط. طيب هايبوثيرميا يعني اقل من درجة الحرقة اقل من خمسة وتلاتين. والهايبر بايركسيا يعني اكتر من واحد واربعين. دا ايه? سهل وكلنا ايه? عارفين. دا كان بالنسبة ليه? طيب. نيجي بعد كده مفوش كلام كتير خالص. في الريلاكس اربعتاشر لستاشر. في الميل. وستاشر لتمنتاشر. تكابنية معناها يعني ايه? وابنية معناها ما فيش نفس خالص. طيب بنقيز برضو في دقيقة كاملة. لازم برضو هتنقص فين هتنقص فين هتنقص فين هتنقص انك تنسى تحيي وتتعرف بنفسك وتقف على يمينه. بس المرة دي مش هتقوله انت هتعمل ايه? انت المرة دي هتعمل كأنك بتقس له البلس. بس انت هتكون بتوبزيرف الشيست. ليه? علشان انت لو قلت له عم وانا هقس لك نفسك هيكتم نفسه ومش هخليك تعرف تيز. وهي قلت بقى ايه? يلعب معاك بقى. تمام? فانت بتوبزيرف يطلع الشيست الفوق وينزل ده كده ايه? واحد. تمام? طيب. وقلنا زي ما قلنا ايه? النورمال اه بتاعنا اللي من اربعتاشر لستاشر او من ستاشر لتمنتاشر. ده كان مفوش اي ايه كفاصيل يعني ولا اي القصة خالص. مهمة جدا جدا. تتزاكر مرة واتنين وثلاثة. خصوصا اشهر الحاجات اللي بتيجي طبعا البلس بيحبوك جدا انها سيادة فيه بالهابل. فايه? تتعيدها اكتر من مرة. برضو هتجيب اخواتك. هتجيب اه ممتك. هتجيب باباك. وتقعد تجرب عليهم. وتشوف الريت والريتم والفورس والفوليوم والقصص دي كلها. تقسمت ضغط مرة واتنين وثلاثة. وتتكرر مرة واثنين وثلاثة قبل ما تروح لايه لامتحان. طيب هيتبقى لنا كده حاجتين. النورمال راديولوجي ده بقى ايه نظري بحت. واخر حاجة خالص هي والهارت وده برضو جزء بسيط معلكمش فيه تفاصيل كتير. بالنسبة للراديولوجي. الراديولوجي مفوش الصراحة اي حاجة تشارح. هو عبارة عن شو هتصور هتبصمجهم وتحفظهم زي ما هما. وخلاص. ولكن حقيقة قولت بيوم كلمتين كده صغيرين خالص. اه له وهي ان اول حاجة اول لما تشوف صورة ايه 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 ان كان نوع الامجينج دية ايه. وهي تبدأ تكتب في الورقة تريف ومسك نفسك كده شوية واكتب ايه هي نوع المدالة دي. يعني لو قدامك اكس راي اكتب النداء والله انا شايف دلوقتي اكس راي قدامك قدت بان اشايف سي تي اما راي اكتب اما راي وعشان تفرق بين سي تي واللي اما راي تبص طبعا على المنظر اللي قدامك ده مش موجود هنا فده يدول النداء ايه اما راي بيبين تمام فانت الاول تكتب اسم والله حاجة انا شايف اكس راي تمام فهو هيحسنك فاهمان لكن ما تخشش على اخوه على الاجابة دي اول نقطة النقطة تانية بعد ما تقول لنا انا شايف ايه? تشوف الموداليتي دي بمصورة ايه? دي اكس ريشست? مسلا? ولا دي مسلا سيتي برين? ولا دايما رأي مسلا على الابدومن? تمام? فالاول تكتب اسم الموداليتي وهي بتصور لك اي جزء من الجسم. بعد كده بقى تشوف بقى السؤال بيقول لك ايه? وتجاوب. تمام? حتة بس صغيرة في البيزيك برينسيب اللي هنا بتاعت الاكس ري ايه? وده ببساطة اشعاع بيطلع عشان يعدي على التيشو. كل ما كان التيشو دينس او كل ما كان اقل في الدينستي كل ما هيبين للصورة بيضة او صودة. ديفرنت صوفت تيشو قال لهو ديفرنت بنتراشن او اكس ري. اكوردنج تو دير دينستي. فبالتالي ايه? زي مسلا ايه? زي دلوقتي ان الفيمر دي. الفيمر دي حاجة تكون حاجة دينس. فبالتالي بتمنع ان الاكس ري اني هتعدي. فبالتالي هتبن ايه? وايت. دونها ابيض. بينها مسلا لنج لأ. لس دينس. فبالتالي مور اكس ريز. وبالتالي هتبن لونها ايه? اسود. تمام? طيب. الباقي دي عبارة عن صور. وكل حاجة مش هقولك عليها. مش منطقة قبل ان انا ايه? اقعد لقلوه الفيديو وقولك اه والله دي متاكاربو فالنجيل جوين. دي البوركسيما الانتر فالنجيل جوين. تقعد تحفظه المخلاص يعني. هو مش قصة معضلة كبيرة يعني. تمام? وما فيش اي حاجة فهم. لو فيها اي حاجة فهم كنت وقفت وشرحتها. طيب. هنخش بقى على الايه? على وهو مختزل هنا يعني. ولكن هو قصته قصة طويلة جدا يعني. طيب. يعني ايه? ان انا هحط السماعة علشان اسمع. اسمع حاجات نورمل وممكن اسمع حاجات بخولوش. طيب اول حاجة الجزء اللي علينا بيقول ايه? بيقول اول حاجة هو اصلا بتاعنا مكون من اربع حجرات وبين كل حجرة وحجرة في بوابة. تمام? فاحنا عندنا البوابة اللي ما بين هي مين? والبوابة اللي ما بين هي التركاز بالف. والبوابة اللي ما بين وال اسمها والبوابة اللي ما بين الليفت والبالمونري آآ آآ بيسل هو مين? هو البالمونري. يبقى عندنا اربع حجرات. عندنا 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 البوابة دي بتتقفل وبتتفتح. وقت ما بتتقفل بتعمل صوت. فباسمع انا صوت على السماعة. طبعا فدي الاريا بتاعتي. الاريا بالمونري الاريا والاورتك الاريا. اسمع نورمل هارت ساوند وبفيه ابنورمل هارت ساوند. طيب. ايه بقى الاريا اللي انا بسمحها ديات عندنا اول حاجة عندنا الاورتك اريا. الاورتك اريا. دي موجودة فين؟ موجودة عن الرايت ساكند انتر كوند انتركوست siguiente جنبج ايه. بعد كتا عندنا البلمونري اريا اه اللي هي في الجنجز جنب الاستير ايه. بعد كده испыт Tot imageBhet الفورث انتركوستل بطول. تمام? واخيرا الmares هي الففت انتركوستل سبيس ميت كلاقي بقيل laين. يعني في نص ايه لو دي الكلاقيู كده. فهي في نص الايه? في نص الكلمة. كلمة كلافيكولر ايه? ودوت السرفس عناتهم بتاع الايه بكس بتاع الهارد. حلو الكلام? حلو. هم هنا يعني احطط لك بصمجة. ماشي? ماشي. يعني ايه? ايه اللي هفور اورتك? اريا وبلموني اريا وطرايكاسبت اريا. ويه? تمام? طيب. بسمع ايه بقى? بسمع اللي بيدل على ده اسمه ايه? طيب وبعد كده عندنا اللي هو ايه? اللوب. اللي هي ده اللي بيمثل طيب. زيادة بقى عشان ممكن تتساءل عليهم. في اس ثري واس فور. اس ثري دي بتدل على يعني لاي سبب من الاسبهات? المليان مية مش عارفة تطلع. مليان دم مش عارفة هيطلع. فيجي في السايكل الجاية الاورتكال يضخ الدم على المية ده فهيعمل صوت. ده ايه يعمل صوت اس ثري. طيب الاس فور ده عبارة عن حاجة اسمها اتريال كيك او فورس اتريال كونتراكشن. بيحصل انت بيحصل لو الايتريا حيتجن جوه دم وعايز يضخه جوه الفنتريكل مش عارف. مسلا الدنيا دياءة مسلا. او الفنتريكل ده ستيف ناشف محجر. مليان مصر فيها هيبرتروفي. فبالتالي الايتريا عايزيني يا جدعاني نزل المية دي تحت فيقوم عامل ضخة جمدة فتعمل صوت. الدخة الجمدة دي المية تنزل الدم ينزل يخبط في الفنتريكل فيعمل صوت. يبقى ايه اسمها اس فور. يبقى الاس فور بيدل على او اتريال كيك اس ثري بتدل على يعني او عايز مرض يعني ده بيحصل فيه اه دايليتت كارديو مايوباثي. بيبقى الفنتريكل الواسع ومش عارفه دخ الدم. وعنده في ولفت فنتريكولر ديس فونجشن. والاس فور ديت بتحصل فيه الهايبيتروفيك كارديو مايوباثي. الفنتريكل بيبقى متضخم وبالتالي آآ Smartbook. ناشف فبالتالي بيعمل ايه. التالي'd be عملك ايه است فور? حلو الكلام حلو. طيب. ده بالنسبة ليه الحارت يوسكالتيشن بنجي للشاستاوسكالتيشن بنشوف بنسمع صوت الهوى وهو داخل من قدام ومن وراء طيب بنبدأ ايه بنبدأ من نقطة سواء ونروح كده زي الزجزاج يعني هنا ونقوم سمعين قصادة هنا ليه علشان نقارن دي بدي لازم يبقى الصوت لازم يبقى وبعد كده اجي عندي هنا او منازل تحت وقوم رايح للمكان النظير بتاعه الناحية التانية وبعد كده هنا واروح كده ده ايه لازم يبقى ايه ده في طب بستيريور ببص على 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 ال الانتراسكابيلر لاين والسابسكابيلر تمام دي او دي افترضنا ان دي الايه برضو هنا وهو مراحن هنا وهو مراحن هنا وهو مراحن هنا وهو مراحن طيب ايه الاصوات اللي انا ممكن اسمحها اجلها شوية دلوقتي هقولها لك حالا هنعرف بس بتاعيه لازم تأسك عشان تسمع الصوت كويس تمام بس تعمل الديافرين بتاع السماعة وبستارت بال يعني ببدأ من فوق خالص تمام وهو اكمبير الاصوات دي بقى ايه قصتها الاصوات دي هشرحها لك تحت هنا ودي تفضل معاك طول حياتك علشان انت هاتيه تحتز بعد كده قدام الاصوات ديت انا مش فاهم حاجة فحاول ان انت ايه تركز معاك وتكتبها على جامعة بالوقتي نورمال نورمال احنا عندنا دي بتاعتنا ايه تمام وادي التراكية بتدخل هوا عشان توديه على البرونكاي والبرونكاي تتوديه على البونكيوز ثم الايه الالفيولاي تمام ده الطبيعي فالهوا داخل اهو داخل داخل بالاحمر بعد كده بيبدأ يخش 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 هنا عشان يوصل ليه الالفيولاي وساب خلاص الايه ساب خلاص التراكية معادش فيه هوا في التراكية دلوقتي لحظيا معادش فيه هوا في التراكية ومعادش فيه هوا هنا فدخل جوه وبعد كده بدأ يخش ايه تاني يرجع تاني ليه على البرونكايوز ثم تراكيه عشان يحصل ايه اكس بايريشن تمام دي الايه انسبايريشن انسبايريشن اكس بايريشن طيب الهوا هو داخل بيعمل صوت. وهو خارج بيعمل صوت برضه. بس الهوى دخوله بيعمل صوت اعلى من الخروج. يعني الاسبيريشن بيبقى اعلى شوية من الاسبيريشن. تمام? طيب. في حاجة بقى اسمها برونكايل بريدنج. يعني يعني صوت الهوى اثناء مروره وخروجه في البرونكايل. ده نورمال طبيعي بيحصل. عبارة عن ايه? هو دلوقتي لحظيا في الهوى دخل. فعمل صوت. عمل صوت. عمل صوت. اهو. لحظيا عمل صوت. ادي صوت اهو. ليحو بالاسود ده. ده صوت. ثم? لحظيا اختفى الصوت تماما من هنا. لان الهوى خلاص دلوقتي جوه في الالفيولاي. معدش في هنا هوى. فبقى فيه فترة سكوت اللي هي اللي عليها الخط باحمر. فترة سكوت. ازا الهوى هو داخل عمل صوت في البرونكايل. ثم لحظيا الصوت تكتم. معدش في صوت. لان هو الهوى ساب البرونكايل ودخل لمين؟ دخل للالفيولاي. ثم الهوى بيرجع بقى من الالفيولاي عشان يعمل فهيعد تاني على البرونكايا فيرجع الصوت تاني يتسمع يبدأ اسمه يعني ايه يعني ومقدار قد تقريبا مقدار في الصوت في السمع تمام ده بنسميه أو ساعات بنسميه عشان بيعدي كأنه بيعدي في تيوب تمام يبقى ايه يابى ده نورمل ده نورمل بيتسمع جهة البرونكايا مش نورمل يتسمع جهة اللونج هو نورمل يتسمع على البرونكا engaged تمام طيب ايه اللي بنسمعه بقى على اللونج اللي احنا بنعلق عليه بنسمع الهوى اللي دخل جهة الالفيولاي ادي الالفيولاي اللي بالاخضر دي الهوى دخل تمام وبعد كده هيلف ويطلع تاني فده بيسموه فزيكولر. فزيكولر. فزيكولر معناها يعني اه حركة النسيم بتاعة الشجر لما الهوى يعدي عليها. تمام يعني حاجة كده اوبر شوية تمام? بس ايه الهوى بتاع الشجر لما يعدي الورق بتاع الشجر لما الهوى يعدي عليها هيعمل صوت كده ده اسمه فبيسموه اللي هو عبارة عن ايه? عبارة عن عشان الهوى دخل. وما ان صوته في العادي اقل شوية من صوته اقل شوية من فبنسمع الى 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 ثلاثة الى واحد. يعني تسمع ثم حاجة بسيطة ثم بعد كده يختفي الصوت. هو في الحقيقة فيه عادي بس مش مسموعة. مش مسموعة. ده اسمه ايه? طويل ثم اصير. انا اللي سامعه بس ده اصير بس هو في الحقيقة فيه عادي مكامل. يبقى ثلاثة الى واحد. على عكس مين? على عكس البرونكايل? اللي كان واحد الى واحد. طيب. ده النورمل. تعال بقى نبص على الابنورماتي. انا جايب لك الالفيولاي في اشكال مختلفة. اول شكل عندي ان الالفيولاي ديت اتضمرت. فحصل فيها فيبروزز. او دخل فيها انفكشن. فتملت بقى بص وانفكشن واديما ومية وقرف. فبقى اسمها ايه? طيب. معنى كده ان الالفيولاي ديت بقى او كأنها مش موجودة كأنها ميتة حاجة كده مزدودة. فإن لا هيحصل? الهوا هيخش هيلاقي الدنيا مزدودة يطلع تاني. فهيبقى شبه مين? هيبقى شبه البرونكايل يعني ايه? يعني الهوا ما دخلش. وبعد كده قاعد يلف جوه زي المنظر الحلو دوت فبقى بقى اسمع بقى ودي تلاتة لا. ده الهوا دخل. الهوا دخل. لقى الدنيا مزدودة. سوري. لقى الدنيا مزدودة. فقال لك ايه? بقى شوية عمال يحاول يخش ما فيش فقال لك اطلع. ففي فترة بوزة ايه? دخول سكوت شوية لان الدنيا ميتة ثم خروج. يبقى ايه? يبقى برونكايل ريسبايريشن. يبقى لما حط السماعة اللانج واسمع برونكايل ريسبايريشن. يبقى معنى كده ان الشخص ده ابنورمل. عنده ياما كونسوليديشن ياما فيبروس. طيب. يبقى ده ايه? اول احتمال. ابنورمل. الاحتماليه التاني. الالفيولاي ديقة. او البرونكيولز اللي بتوصل للالفيولاي ديقة زي ما احنا شايفين المنظر ده. فحيحصل حاجتين. اول حاجة الهواء هيخش. ويخش جوه. يطلع يتزنق. مش عارف يطلع. مش عارف يطلع. كمام? فتلاقي الشخص ده بياخد نفس. ويقوم بعنف يحاول يطلع النفس ديها زي عفر. فده اسمه ايه? اسمه والهواء اللي دخل جوه ده قابل هوا تاني مزنوق. فعملين يتخنقوا مع بعض يا جدعان الدنيا زحمة. فيعمل لك هارش فيزيكولر. يعني الفيزيكولر النورمل بقى هارش بقى خشن بقى وحش. فيبقى اسمه ده هارش فيزيكولر. هارش فيزيكولر لان الهواء ده خلق الدنيا زحمة جوه مش عارفين يطلع يا جدعان الباب اتقفل علينا. فعمل بقى هارش خشن. ان الشخص دوت عنده اللانج بتاعته ملينا هوا عايز يطلحها. فبيحاول يزوء اجامد علشان ايه? يطلع الهواء. في نفس الوقت الهواء هو طالع. طالع في حتة ديقة فيعمل صوت سفارة. تمام? يبدأ ايه? تاني احتمال. احتمال التالت ان اللانج يبقى فيها مية. والمية حاجة من الاتنين. يا اما المية جوه? الالفيولاي. يا اما المية برا? الالفيولاي. لو المية جوه الالفيولاي زي في حالات البالمونري قديمة. الهواء بيخش. يخش. يقابل المية في وشه. يعمل صوت غرغرة. شبه الشيشة. فيبقى اسمها كورس كراكلز او كورس كريبيتيشنز. صوتها عالي كورس يعني عالي قوية. لان الهواء قابل المية في وشه ضايرة. طب لو المية اصلا من برا. زي في حالات او حاجة تعمل شبهها شوية اسمها تعمل شبهها شوية. فتقبل قصة اصلا من برا. فالهواء بيخش عادي مش مقابل المية دا فيه حاجز ما بينهم. فبيعمل كريبيتيشنز كريبيتيشنز بسيطة. مش قوي. تمام? فده الايه? انواع اللي ممكن تتسامعه واللي ممكن تتساءل عليها. تمام? طيب كده بفضل الله تعالى خلصنا ايه? كله نظري. وجزء منه عملي. وجزء التاني العملي اللي هو بمفروض تعمل بيدك تبدأ تدرب على نفسك وزي ما قلت لكم في الاول خالص في ان الفيديو ده هيبع حوالي ساعتين. وتكملت الحاجات العملية اللي تعمل بالايد يعني انك تشوف ازاي التكنيك بيتعمل وكده هتلاقيها في البلاي لست. هتلاقي كل حاجة موجودة ان شاء الله. هتلاقي هتلاقي البلس ازاي بيتعمل. كله موجود في البلاي لست. بحيس انك تسمع مني النظر وتقوم رايح مباصس على العملي وتقوم رايح مطبق على اي حد من ايه عندك في العيلة او حتى ان شاء الله تطبق على نفسك. اتمنى تكونوا يعني استفدتم من المحاضرة ديت وكون الشرح عجبكم وكون يسارتها لكم ولو جزء من المعلومة. وبالتوفيق ليكم في الامتحان اللي جاي وعبال ان شاء الله اخر امتحان في الكلية. سبحانك الله وبحمدك. نشاهد ان لا اله الا انت. نستغفرك وانا توبق لك.